تفضل لدكتور لايفكن تفضل لشمهندس بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما ظهرش انها بدأت تتسجل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ندوة اليوم الحلقة رقم 31 لشركة نور الهدى لإدارة المشروعات الزراعية الندوة اليوم الحقيقة فيها محاضرتين المحاضرة الأولى عن تقنية زراعة الأنسجة وتطبيقاتها الزراعية مع أستاذنا الدكتور فراح حسن عيسى وزارة التعليم والبحث العلمي جمعت المسنى المحاضرة التانية ان شاء الله هتكون مع الدكتورة أماني أمان إسماعيل أمان إسماعيل هتكون المحاضرة عن استحساس نسيجة كالس المتحمل للملوحة من خلال تقنية الزراع النسجية أهلاً وساهلاً بأستاذنا الدكتور فراح وأهلاً وساهلاً بالدكتورة أماني وطبعاً ندوة العلمية وإنهم السيد السعيد السيد الأبغان والمهندس حاتم الكومي وإلى جميع السادة الضيوف الحضور المتمنى للتوفيق للجميع محاضرتنا لهذا اليوم تتعلق بتقنية زراعة الأنسجة وتطبيقاتها الزراعية مثل ما معروف أنه تقنية زراعة الأنسجة النباتية من الطرق الحديثة في مجال الإكتار السريع للنباتات الصعبة الإكتار بطريقة تقليدية وتعد هذه التقنية من التقنيات الحديثة المتبعة في كثير من الدول العالم المتقدم ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وولندا والصين وحتى انتقلت إلى الدول العربية وطبعاً كان العراق من الثمانينات كان يمارس هذه التقنية ومنها انتقل إلى بقية الدول الأخرى سوريا ومصر وإلى الدول الخليج العربي مثل ما معروف المزايا التقنية تزراعة الأنسجة النباتية ممكن الإجراءة في أي وقت من السنة تستخدم الأقل حيز من المكان حيث يمكن إنتاج ملايين الشتلات في مكان الغرفة الصغيرة عملية الخدمة تكون سهلة ويسيرة لأنها بظروف المسيطرة عليها وسيطرة عليها من ناحية الظروف البيئة لأنها بداخل الحاضنة ودرجة الحرارة نحن نتحكم بها بالإضافة إلى ذلك أنه نقدر أنه نتحكم بطبيعة الوسط الغذائي اللي نحن نستخدمه لأكثر هذا النبات سواء كان أكثره لأغراض الانتاج التجاري أو لأغراض لإنتاج النباتات الطبية أو المستخلصات الطبية أو لأغراض أخرى ورح أنه نجيها بالتفصيل إنتاج أيضاً النباتات الخالية من المسببات المرضية وخصوصاً الفيروسية وكذلك أيضاً إنتاج مجال تربية النبات لاستنباط سلالات عالية الإنتاجية مقاومة الأمراض المتحملة الملوحة أو متحملة للجفاف وهنا رح نشوفها إن شاء الله بالسلايدات اللاحقة لكل التجارب المنفذة بالمراكز البحثية اللي موجودة عندنا بالعراق وأيضاً بالجامعات العراقية إنتاج نباتات ثلاثية المجموعة الكروموسومية تكتري نباتات الطبية المستخدمة بالصناعات الصيدة الأنية بشكل عام المتطلبات المختبرات الزراعة الأنسجة أول شيء أنه نحتاج إلى مختبر لتعقيم الأوسطات الزرعية والزراعية وتهيئة الزروعات هذا المختبر اللي موجود أمامكم هو جزء من مختبرات الدائرة البحوث الزراعية بمنظمة الطاقة الضرية السورية ونتمنى لهم إن شاء الله السلامة والأمان للشعب السوري الشقيق هذا طبعاً المختبر لتحضير الميديا وتهيئتها لأغراض الزراعة وهناك أيضاً الغرفة لأغراض الزراعة وأيضاً المختبر الفاصل الألايزة لاستبيان سلامة وخلوه النباتات للمسببات المرضية وخاصة الفيروسية وهذه طبعاً من أهم الأسباب الرئيسية بتدور الرتب العليا للبطاطا واللي كان هو شغلنا بالماجستير والدكتورات وراح نجيها بالتفصيل إن شاء الله أيضاً أنه لابد من توفر حاضنة لحضن الزراعات المكثرة نسيجياً وهذه الحاضنة بحيث أنه تحتوي على الرفوف والإضاءة نفس الإضاءة الغريعية عن طريق الشمعات وهناك بعض التجارب راح إن شاء الله أشوفكم الجانب الثاني من الإضاءة ومدى تعثيرها على النمو النباتات وهذه المساحة الصغيرة اللي موجودة أمامكم من الممكن أنه أكثر المئات والآلاف من النباتات خلال موسم النمو بدون التقييد من موسم الزراع لأن الجميع الظروف مسيطرة عليها من ناحية البيئية ومن ناحية التغذوية للنبات مراحل الإكثار الدقيق للأنسجة النباتية تمر مراحل رئيسية المرحلة الأولى هي مرحلة تأسيس الزراعات للمستأصل النباتي بعد التعقيم نأخذ الجزء النباتي ومفروض أنه الجزء النباتي مأخوذ من النبات سليم حتى ما يتعبنا من ناحية الإكثار وبعد ذلك أنه بعد ما نعقمه نعقمه أما بكلوريد الزبق كنا بالثمانينات نعقم بكلوريد الزبق وهي تعتبر من ملوتات البيئة فالحقيقة بدأنا بالتعقيم بالقاصر أو بالكحول 70% في سبيل أنه نسبة التلوث تكون قليلة بالمقارنة لو في حالة أننا استخدمنا الكلوريد الزبق الحقيقة بالميديا المزروعة نحن رح نتحكم بالميديا التناسب هاي طبعا يختلف من نباتي إلى آخر بعض النباتات تتكون للكالس وبعض النباتات تحتاج إلى بعض الهرمونات النباتي حتى تتكون كالس وبعضها مثلا بعضها أنه تحتاج إلى ميديا لتكوين الجدور وخصوصا بالنسبة للفاكهة أما بالنسبة للنباتات الخضار لا تكون بشكل طبيعي تتكون الجدور وبشكل عام دائما أنه لما تزاد نسبة الأوكسين رح يساعد النباتة أو جزء النباتي على تكوين الجدور أما إذا زاد السايتو كان بالمقارنة مع الأوكسين رح يساعدنا على تكوين الأفرع الجانبية والشوت بشكل عام المرحلة الثانية هي مرحلة التضاعف بعد ما أخذنا هاي النباتات وحصلنا على النباتات نبدأ بمرحلة عمليات السبكالتشر عمليات السبكالتشر اللي تحدث دائما بين فترة والثانية في سبيل أنه انكثر العدد المناسب للنباتات رح تشوفون هاي الرفوف بها الآلاف الشتلات بينما هاي بالزراعة التقليدية تحتاج إلى دونامات وإلى مساحات كبيرة بينما هنانا رح تنتج نباتات سليمة خالية من المسببات المرضية بظروف بيئية تكون مسيطرة عليها من ناحية التغذية ومن ناحية الظروف البيئية وإيضا بوقت القياس رح تحصل على النباتات المطلوبة المرحلة الأخرى هي مرحلة الأقلمة بعد ما حصلنا على هاي النباتات ونحاول أنه بعد ما ننقلها للبيت الزجاجي أو الجرينهاوس مرحلة الأقلة من النباتات المحورة وراثين باستخدام التطفير بالنظير المشاع الكوبلت السيكستي وهي طبعا بدارة البحوث الزراعية بمنظمة الطاقة الدرية التركية الحقيقة طبعا هما استخدموا الكوبلت السيكستي بالألفين واربعة نحن استخدمنا من الثمانينات من القرن الماضي فلذلك كانت الدول العربية سباق بهذا المجال بنهاية القرن الماضي في هذا المجال وانتجنا كثير من الأصناف بالنسبة للحنطة والشعير والسمسم والذرع إلى آخر وأيضا بعض الدول العربية التي شاركنا في هذا المجال ومثبت منظمة الطاقة الدرية العربية أنواع مزارع نسيج الكالس أنواع المزارع للنسيج النباتي واحدة من هذه المزارع هو استخدام الكالس الكالس عبارة عن نسيج غير متخصص ما نقدر نحصل؟ نحصل عن طريق أخذ جزء النباتي ونزرعه في ميديا تحتوي بعضها مثل ما قلنا قد شوية أم أكو بعض النباتات الرأسة مباشرة بمجرد الجروح راح يكون لك الكالس الكالس هي الخلايا الغير المتخصصة وبعد ذلك احنا راح نحولها إلى الخلايا المتخصصة ننتج من عندها السوماتيك الأمبريو الجينيسيس أو احتمال تجمن عندها نبات يحتوي على الروت والشوت أو مستخلصات طبيعية مزرعة المعلق الخلاء والسيل هذه بعض الاستخدام أو زراعة النباتات أو الخلايا المفردة أو النسيج المفرد في المعالق الخلوية هذه الغية من عندها حتى نحصل على نباتات بحيث تقاوم مثلا على سبيل المثال الملوحة بهذه الحالة أنه راح نضمن النسيج النباتي أو الخلية النباتية كلتها مباشرة تتلامس المحلول اللي أصلا بالأساس نحن نريد نجرب مدى مقاومتها لمقاومة مبيد مع العشاب مثلا أو مقاومة ملوحة بينما لو وسط الصليب الوسط الصليب الخلائف فقط الملامسة للوسط الصليب هي اللي راح تكون تطينا المؤشر أما البعيدة ما راح تطينا المؤشر بينما هنانا لا راح يطينا المؤشر بشكل صحيح واستخدام الشيكر بشكل مستمر بالنسبة لهذه التقنية لتجهيز الأجزاء النباتية بالأكسجين الضائب حتى النباتات لا تتعرض للاختناق زراعة البروتوبلاس عبارة عن نزع جدار خلوي الخلية وزراعة البروتوبلاس حيث يتم تكوين جدار خلوي جديد وانقسام الخلية مما يسمح بنقل خصاص مفيدة موجودة في بعض النباتات إلى نبات آخر رغم بعض المسافة بين النوعين من الممكن أنه الاستفادة من نوعين مختلفين هذا بالزراعة التقليدية من سابع المستحيلات أنه يتم التهجيم ما بين هذه الأنواع لكن هنا بهاي التقنية من الممكن أنه إجراء هذه التهجينات بزالة الجدار الخلوي ما بين النباتات عن طريق استخدام بعض الإنزيمات أو الخمائر تبدأ تحللنا هذا الجدار وبعدين تكون جدار ثاني جديد يشمل خليتين وإنتاج هجين جسمي من خلال استخدام هذه التقنية والاستفادة من الصفات الجيدة لكل النباتين بنبات واحد جديد بالطبيعة ما نقدر نحصل على هذا الاختلاف في الأنواع ما بين النباتات بينما هنا عن طريق هذه التقنية من الممكن الاستفادة من إحدها أيضاً زراعة المياسم وحبوبة طلعة من الممكن استخدام الاستقما أو البولين وزراعتها للحصول على نباتات نقية وحادية المجموعة الكروموسومية لكن هذا النبات يكون مثل ما قلنا الوحاد المجموعة الكروموسومية فلابد من معامته بالكل شيسين حتى نقدر نضاعف المجموعة الكروموسومية حتى يقدر يتوالد عندنا إلى نبات كامل وطبعاً دائماً يتكون نباتات أما تكون ذكرية أو نباتات الأنثوية وتحمل هذه الصفة المتنحية السائدة وهي دائماً جماعة البريدنج يستفادون من هذه الناحية عندنا مزرعة أخرى هي زراعة عضاء النباتات نمكن استخدام الشوتب أو استخدام الورقة النباتية الساق وبالتالي زراعة في ميديا لتقوين نبات كامل وبعد حوالي تقريباً شهر يبدأ عمليات السبكالشور وكثارة وهذا طبعاً إحنا المعمول به بالدوار البحثية اللي خاصة بهاي المختبرات تقنات أخرى عندنا زراعة البرعم الطرفي زراعة البرعم الجانبي أو زراعة السينجل نود وهي كل جزء النباتي ممكن أنه ينتج نبات كامل بشكل عام الخلية النباتية بها ظاهرة التوتوباتينسي يعني الخلية النباتية من الممكن أنه تنمو إلى نسيج وهذا النسيج يتحول مرور الوقت عن طريق استخدام النيديا إلى العضو النباتي ويقول لك نبات كامل يحتوي على الشوت والروت هاي بالخلائي الحيوانية ما موجودة هسا حالياً بدأت والخلائي الجذعية تبدي تبكي على نفس هذا المنوال وهناك الكثير من هذا البحث في هذا المجال ولا زالت في مرحلة البحث بالنسبة للتجارب التجارب نفذيها بمنظمة طاقة ذرية وزارة علوم التكنولوجيا حالياً إنتاج المايكرو تيوبرز بتقنية الزراع النسيجية نأخذ الإنتاج التقاول لرتب العليا للبطاطا نأخذ السبراوت اللي من الدرانة نأخذ هاي الدرانات أولاً نخليها بجو مظلم بعض الأحيان إذا كانت مزرعة ما عندنا أي مشكلة نأخذ السبراوت من عدها راح تلمو بشكل سريع بعد أسبوعين أما إذا كانت ما مزرعة لا بد من معاملتها بالجبر الكاسد في سبيل حتى نحصل على السبراوت وندي بعدين نقصها ونعقومها وبعدين أنه نزرعة مرات بعض الأحيان بعض الطلبين يسيلوني يقولوا لدكتور دكتور إحنا أخذنا السبراوت بس الحقيقة نسبة إنه مو ماته كانت بطيئة السبراوت إحنا ما نقدر نقول على الدرانة مزرعه إلا ما إذا كان طول السبراوت لا يقل عن سنتيم واحد عن سنتيم من سنتيم إلى سنتيمين يالله نقدر نقول على الدرانة مزرعة بعض الأحيان تكون هناك نتوات بارزة لكن هاي مو معناته إنه هي واسطة إلى مرحلة السبراوتينج يعني النبات مرحلة التكون ومرحلة النشاط السريع لذي يحتاج لهذا الطول تقريباً حتى نبدأ بعملية القطع ونبدأ زراعته في ميديا النشو حتى يكون نبات كامل بعد حوالي تقريبا شهر نبدأ عمليات السبكالتشر للنبات وبعديا ننتقل إلى المرة الأخرى نأخذ الأبيكال مرسيم الأبيكال مرسيم مش وقت نأخذه نأخذه في حالة إذا عندنا الدرانات اللي أخذناها من مصادر غير موثوقة إذا كانت الدرانات من مصادر موثوقة ما عندنا مشكلة نأخذ الشوت تيب ورأسا ونكثرة والنشاط ما تكون سريع بالمقارنة لو أخذنا الأبيكال مرسيم الأبيكال مرسيم نأخذه في حالة إذا عندنا درانات مشكوك بمصدرها فلذلك نأخذ الأبيكال مرسيم اللي هي تقريبا حتى أشبهها لكم بالضبط تكون كأنما نقطب حفة النيدل نأخذها ونزرعها في ميديا النشو حتى نحصل على نباتات الفري فيروس هاي جماعة يسئلون يقول لي زين دكتور نقدر نأخذ بياها اللي في بريمودي نحن نقدر نأخذ بياها اللي في بريمودي هاي اللي موجودة اللي حواليها بس هاي راح تطينا نسبة خلوه من المسببات المراضية راح تكون قليلة ليش؟ لأن الأبيكال مرسيم خلايا مرسيمية سريعة النمو سرعة نموها تفوق سرعة دخول الفيروس فاحنا نضمن نضمن أنه هاي المنطقة تكون على درجة عالية من خلوها من الفيروسات وهاي طبعا الرسم التشريحي للأبيكال مرسيم فاحنا إذا أخذنا راح نبدي عمليات الاكثار تكثير النباتات بعد ما نفحصها ونشوف النباتات توصل إلى حد معين اللي بدي نعلم النباتات تعليم النباتات بحيث نوصل للعدد المناسب دي بعد دي نوصل اللايزة فاحنا إذا بحيث نشوف ناخذ النباتات ناخذ القمة من النباتات ناخذ العصير الخلوي ونفحصها نشوف النباتات السليمة الخالية من المسببات المرضية والخالية من الفيروسات اللي هي X و Y و Z إلى آخره الموجودة عندنا حسب الكتات اللي موجودة عندنا النباتات السليمة راح مرح تتلون الكتات أما النباتات المصابلة رح تتلون اللون القهوائي فلذلك تعدم وتستبعث ونبدأ نكتر النباتات السليمة الخالية من المسببات المرضية بعمليات الستبكولتشر لحد ما نوصل إلى العدد المناسب من النباتات بعد ما نوصل العدد المناسب من النباتات هاي طبعا بالحاضنة هاي بوزاعة العلم والتكنولوجيا وصورة الأخرى بجامعة الكوفة زراعة النباتات بعاملات بعد ما كثلنا بعاملات السبكولتشر حد ما نوصل العدد المناسب النمو النباتات وبعد ذلك حتى نحولها إلى ميديا تكوين الدرانات هاي أيضا الحاضنة مركز بدائرة البحوث الزراعي ومنظمة الطاقة الذرية السورية بعض الزملاء من ليبيا وتونس وسوريا هنا لهم موفقية والسلام إن شاء الله مرحلة تكوين الدرانات الدقيقة ناخذ وهاي العقلة اللي موجودة هنانا ناخذها ونزراحها في ميديا تكوين الدرانات ميديا تكوين الدرانات تحتوي على السايتوكاينين بدرجة أساسية ويضا تحتوي على الأكسين وبعض المراشيق وسكوك وتحتوي أيضا على الفيتامينات والهرمولات وبعد حوالي ثلاثة عشهر تبدي الدرانات إنه توصل إلى برحلة النضج وبعدين سطع الساعة الظلام كل الطريقتين هي ناجحة لكن نحن نستخدم الظلام التام لنحن كل مواد الغذائي كل مواد الغذائي اللي يحتاجها الجزء النباتي هي موجودة بالميديا ويقدر النبات يمتصع ويقدر يكون المايكرو تيوبرز هاي جزء من تجربة طالب ماجستير من الطلاب الجيدين اللي خرجناهم ويشتغل على تطفير الدرانات الدرانات الأوم بجرع مختلفة للحصول على درانات متحملة للملوحة الحقيقة طبعا بالنسبة للبطارة بشكل عام من النباتات المتوسطة الحساسية الملوحة العتبة التثبيت 1.7 الدكسيمنز فالذلك لما تصل الدرجة الملوحة لحد 12 الدكسيمنز ما يكون عندك حاصل هنا من خلال عمليات التطفير احنا قدرنا نحصل على حاصل درجات ملوحة من 10 إلى 12 الدكسيمنز قدرنا نحصل على المايكرو تيوبرز داخل التستي تيوب استخدمنا هنا التطفير الفيزيائي باستخدام الأشعة قاما الكوبالت 6Z دائما نستخدم احنا التطفير الفيزيائي من استخدام التطفير الكيميائي رغم أن الطريقتين هي ناجحة بس من الناحية البيئية وسلامة التكنيشن اللي ديشتغل على هاي التقنية أنا أفضل التطفير الفيزيائي ليش؟ لأن التطفير الكيميائي ملامسة التكنيشن لجزء النباتي احتمال أنه تنتقل بشكل أو بآخر عن طريق الملامسة استنشاق بعض الأبخرة لهاي المواد الكيميائية أو من خلال بعد نهاية التجربة قد تكون تروح إلى المياه الجوفية عن طريق مياه المجاري أو عن طريق الغسل وراح تسألنا تلوث بالبيفحات استخدام الصوديوم أزايد بالنسبة على سبيل المثال بالتطفير الكيميائي فلذلك نحن دائما نستخدم التطفير الفيزيائي الدول الأوروبية لعدهم شركات متخصصة بأخذ هذا الجزء النباتي أو المادة الكيميائية والخاصة بالتطفير الكيميائي لعدهم شركات خاصة وعدهم آليات متبعة وعدهم نظام السيبتي جدا عالي فلذلك موعدهم مشكلة في هذا الجانب بعد ما حصلنا على المايكرو تيوبارز المايكرو تيوبارز اللي نحصلها تكون بحجام صغيرة ما بين حجم العدس ما بين حجم ما بين حجم حبة العدس ما بين حجم حبة العدس حتى تكسر من طور السكون اللي قلنا اللي دورمانسي أو ريس برياد نتيجة تأثيرات بيو وتأثيرات الفسلجية داخل النبات كذلك أثناء مرحلة الخزن تحتاج إلى تعفير للمحافظة عليها بتقليل نسبة التلف أثناء الخزن فاستخدمنا المستخلصات النباتية في هذا المجال كذلك أيضا من ضمن العيوب للمايكرو تيوبارز إنه نسبة تنبيتها كانت منخفضة 30% فهايا احنا درسنا جميع الهرمونات النباتية الأبسسك أسد والأوكسينات والجبرك أسد والسايتوكانينات وكذلك درسنا البيروكسيدياز والأميلياز إنزيمات التزريع وشفنا مدى تأثيرها على نمو الدرنة وتأثيرها فلذلك احنا استخدمنا الجبرك أسد بتركيز الخمسة والعشرة الميلي جرام باللتر واستخدمنا أيضا استخدمنا كلوريد الكاليسيوم استخدمنا كارميد الكاليسيوم كل تقطت نتائج جيدة في زيادة لنسبة التزريع بعض الدراسات الفستجية بعملية تكوين درعنات استخدمنا الجهاز الهرمونات النباتية في مراحل نمو من مرحلة اللي هو قمة السبراوت وبعد الانتفاخ بداية الانتفاخ وتكون الدرعنا وما قبل بعض اللحصات وما قبل الخزين اللاحظة أنه نسبة لأبسسك أسد ما بين تكون بداية تكون لستولون الحد ما تتكون الدرعنا الأبسسك أسد رح يكون بزياد مستمر بينما جبرلك أسد يكون لا يكون بانخفاض مستمر بعد ما تدخلها بجو المخزن بعد الخزن نشوف نحن الأبسسك أسد رح يبدأ ينخفض ويبدأ الجبرلك أسد أنه يزداد السبب الرئيسي بدخول المايكرو تيوبارز عمليات الدورمنسي هو التركيز العالي للابسسك أسد بعض الناس أو بعض الباحثين يقول لك يقول لك أنه النسبة ما بين جبرلك أسد والأبسسك أسد كل ما تزداد هذه النسبة كل ما يزداد عمليات التزريع هذا الحد معين بها مجال جبرلك أسد يقل من تأثيره بس ما يمنع تأثيره ما يمنع تأثير الأبسسك أسد رغمهم وثيناتهم من نفس الحامض الأميني الميفالونيك أسد ثيناتهم من نفس الحامض الأميني لكن عندنا الأبسسك أسد مرور الوقت راح يبدأ ينخفض في نتيجة جو المخزن وبالتالي راح يساعد على تكوين الجبرلك أسد وبالتالي أيضا عندنا بعض الأنزيمات البيروكسيدياز والأميلياز درسناها أنزيم البيروكسيدياز أنزيمات الأكسد والإغتزال أيضا إلها تأثير بعامليات التنبيت وعمليات التزريع بالنسبة الدرعنات البطاطا لاحظ أنه تركيزها يكون فعال وإيجابي في المراحل الأولية العامليات السبراوتينج الحد 43% إحنا استخدمنا الصنف الدايموند والديزاري بهذه الدراسة لكن بعضها يعني بعض يعني بعد ما اتجاوزت لسبة التزريع 50% و80% كان ما إلى تأثير كان ما إلى تأثير للبيروكسيدياز الأميلياز كان إلى تأثير إيجابي من بداية التزريع الحد المراحل النهائية للتزريع اللي هي وسطة 90% و95% من عمليات التزريع فلذلك أنه يعتقد أنه البيروكسيدياز إلى دور رئيسي في المراحل الأولية لعمليات التزريع لكن الأميلياز إلى تأثير أساسي بالمراحل الأولية والمراحل المتقدمة لعمليات التزريع هاي المايكرو تيوبارز صغيرة الحجم فتحتاج إلى أنظمة خاصة زراعتها احنا ما نقدر نأخذ هاي المايكرو تيوبارز ونزرعها بالحقل السبب تكون نسبة الفشماتها تكون عالية وتلف وهاي طبعا تكون أنه غالية الثمن وفري فيروس فلذلك أنه هاي درنات متعوب عليها فلذلك استخدمنا المنظومة أو الزراعة بالأوساط الخاملة والسقي بالمحالية المغذية اللي شرحناها محاضرات سابقة ويا مؤسسة نيو فيوشير جرين شرحناها بشكل تفصيلي التروف يحتوي على الوسط الخامل اللي هو تكون الرمال ويحتوي على البايب المثقب من الأسفل وهذا بي سلوب العشرة بالمئة اللي سلوب ماته هذا المبوب المثقب التخلص من المحالية المغذية الزائدة حتى ما بسبب الاختناق للجدور عن طريق هذا البايب المثقب وهي أدنى الحصى الخشن والحصى الناعم وبعدين هذا الوسط الغدائي الوسط اللي هو من الرمال الرمال تكون مخسولة من الأملاح العالقة بيها باستخدام محالية للمحمضة وهي نباتات البطاطا المزروعة والموسقات بالمحالية المغذية عن طريق منظومة ها هي التروفات منظمة طاقة ذرية وزاعة علوم التكنولوجيا حاليا ها هي التروفات اللي نقوم بزراعة المايكرو تيوبرز بيها لإنتاج المايكرو تيوبرز وموجود بالأسفل البايب اللي تخلص من المياه الزائدة أو التخلص من المحلول المغذي الزائد عن الحاجة حتى لا يسبب منه الاختناق للجدور النبات هذا هو النظام المفتوح بنظام نباتات بطاطة بعد شهرية من الزراعي ولاحظ قوة النمو للنباتات وسلامتها المظهرين للأسفلية من الزرية العراقية وزاعة علوم التكنولوجيا لاحظ هنا النباتات سليمة هنا بالزراعة التقليدية هذا بالنسبة للصنف الديزاري بالزراعة التقليدية وصل بهذا الحجم النبات تسعين يوم هنا بخمسة وسبعين يوم أنه وصلنا لها المرحلة اختصرنا بعشرين يوم لما نوصل مرحلة الحصاد ومرحلة الجني اختصرنا تقريبا لا يقل عن ثلاثين يوم وهي طبعا أنه تختلف من الصنف إلى آخر نلاحظ سلامة النباتات المظهرية اللي احنا هنا نثبتيهم ومسيطرين عليها من ناحية التوليفة الغذائية وكل مرحلة من مراحل نمو النبات وخصوصا للبطاطة عندنا النسبة ما بين النايتروجي والفوسبر والبوتاسيوم 719-711 نتيجة الاختلاف مراحل نمو النبات من المراحل المتقدمة نزيد من نسبة البوتاسيوم لأن نسبة البوتاسيوم أو تركيز البوتاسيوم راح يكون بتراكيز عالي يحتاج بالمراحل المتقدمة النمو ونضج الدرعينات هذا صورة البيت الزجاجي قبل مرحلة الجني لاحظ بداية الاسفرار للنباتات نتيجة الانتهاء موسم النمو والحقيقة هنا أنه بكر إنه بالموسم بخمسة وثلاثين يوم هيا طبعا كلية التبكير بالموسم راح تقللك من الكلفة وتقللك من الوقت وتبكرلك بالحاصل وكل تبكير تأثير إيجابي راح ينصب بالربح وبالتالي التأثير الإيجابي للمستثمر أو الفلح مرحلة النضج والحصاد للبطاطا عندنا بعض التجارب الأخرى تأثير الشد الملحي وإضافة بعض الباديات في تحسين قلويد الكابسيسين نباتة الفلفل خارج الجسم الحي الباديات مو البرايمارات نقصد بها الباديات عندنا الأحماض الأمينية الفنين الألنين اللي إلي التأثير بتكوين مادة الكابسيسين مادة الكابسيسين تعتبر من نضادات الأكسد ونباتة ومستخلصات طبية ومهمة ممكن أنه ننتج مادة الكابسيسين من الكالس داخل جو المختبر بدون ما نزرع الآلاف الدونامات ونحصل على مواد فعالة لكن هنا بجو المختبر ونقدر نحصل على هاي المادة الفعالة من خلال هذه التقنية أيضاً مضادات الأكسد الصبغة الأمثوسياني بتأثير شد الملحي تأثير شد الملحي إلى تأثير بزيادة الأمثوسياني أنثوسياني أيضاً يفيدنا كمضادات أكسد وأيضاً في معالجة أمراض السرطان إلى آخره كثير من التجارب حالياً معمول بها وأيضاً في مجال زراعة الأنسجة من الممكن القيام بهذه العملية من التجارب الأخرى عندنا تجربة طالب دكتوراه استجابة اللهان الحمراء للاكثار بواسطة الأجنة الجسمية وإنتاج البذور الصناعية في الواقع طبعاً البذور الصناعية من الممكن أنه إنتاجها من خلال الأجنة الجسمية السوماتيك الإمبريو الجنسيس عندنا ناخذ الكالوس الناتج من النباتات اللهانة ونزرعها بالميديا وبعد بعض المعاملات الخاصة راح تكون الأجنة الجسمية اللي موجودة منها الحقيقة الجنيني جسمي عندنا النوعين من الأجنة جنين جنسي ناتج من البذور وجنين جسمي اللي هو ناتج عما يكون ديراكت أو الغير مباشرة الغير مباشرة عن طريق الكالوس والديراكت هو عن طريق زراعة العاضاء وعن طريق العضو النباتي بالوقت اللي الزراعة راح يكون لك الأجنة الجسمية فهنانا هاي الأجنة الجسمية بعد ما ناخذها الجنين الجسمي والجنين الجنسي مر بنفس المراحل اللي هو مرحلة الكروي والقلبي والتوربيد وبعد يكون الفلاقات نفس المراحل يمر بيها لكن الحقيقة بالواقع الجنين الجنسي يكون نشط أقوى من الجنين الجنسي من الجنين الجسمي عفوا الجنين الجنسي يكون أقوى من الجنين الجسمي ليش؟ لأن هذا أصلا بالأساس متكيف على وضعه يحتوي على مواد غذائية يحتوي على النيوسيلة يحتوي على الهرمونات نباتية طبيعية يمكيف بشكل طبيعي أما هذا راح يكون بشكل صناعي لكن احنا مرور الوقت احنا نساعد هذا الجنين الجسمي لأن الجنين الجسمي رح ينتجينا نبات مشابه للنبات الأم الجنين الجسمي الجنسي هذا ناتج جايم من عمليات التوقيح والإخصاب هذا ما يشابه النبات الأم وخصوصا للنباتات النادرة اللي احنا رأي ديها فلذلك في حالة الاكثار نستخدم الأجنة الجسمية هنا لدينا استخدام جزء نباتي للجنين الجنسي بطول 2 إلى 2.5 مليم باستخدام المجهر الضوئي داخل اللامينر الجو يكون معاقم خلط هالأزان نباتي بالصوديوم الجينيت الجنات الصوديوم داخل أواني زجاجية على جهاز المغنيتكسترار وهي طبعا يحتوي هاي الكابسولات انه تحتوي على تحتوي ايضا على الهرمونات النباتية تحتوي ايضا على بعض المضادات الحيوية وتحتوي ايضا على الموراشي قوسكوك اللي هو الماكرو والمايكرو إليمينتس اللي يحتاجها النبات اللي يحتاجها الجنين هاي مخطط يوضح تغليف الأجزاء النباتية باستخدام الصوديوم الجينيت سحب الجزء النباتي باستخدام الماصة فتح قطرها 2 إلى 4 مليم لضمان وضع جزء نباتي واحد داخل الكابسولة ثم تسقط داخل خليط من الجزء النباتي مع الصوديوم الجينيت داخل الوعاء الحاوي على كلوريد الكاليسيوم وتترك الكابسولات لمدة 15 دقيقة وتستخرج الكابسولات وتوضع في مصافي ذات أقطار صغيرة وتغسل بالماء المقطر 3 مرات للتخلص من بقايا النباتات هاي احنا نأخذها ونزرعها في ميديا تحت وعلى الأمس وعلى البيوترك أسد والكانيتي والسكوروز والآقر ثم تحضن داخل حاضنة 16 ساعة ضوء و8 ساعة ضلاء وبعد شهر تؤقلم وتنقل للمكان المستديم بالحقل هاي الحقيقة هناك يكون عندنا زراعة البذور الصناعية هنا زراعة البذور الصناعية اللي ناتج من هاي التقنية وايضا زراعة السوماتيك إمبريوجينيسيس وايضا زراعة البذور الحقيقية لاحظ من حالة المورفولوجيا للنبات ما تقدر انه تفرق ببيناتها والحقيقة طبعا البذور الصناعية من الممكن هناك بحوث في مجال انه احنا نخزن هاي البذور بالنيتروجين السائل الى فترات طويلة بسبب ضيق الوقت احنا ما يعني الباحث ما قدر انه يخزنها لفترات طويلة لا انه زراعة انه مباشرة بالميديا حتى يشوف المقارنة ما بينها وبين البذور العادية وما بين السوماتيك الإمبريوجينيسيس اللي طبيعية ويشوف مدى الاختلافات اللي ببيناتها وطتنا نتائج متقاربة من ناحية النمو والحاصل اهم النتائج استجابة نباتات اللهانة انتاج الاجنة الجسمية بالطريقة المباشرة من خلال استخدام الاوراق الفلقية نبات اللهانة استخدام النظم النمو 24D وايضا الى وسط البي فايف ساعد على تطوير الاجنة الجسمية الى مرحلة الفلقية مرور المرحلة الكروية استخدام وسط AMS بقوة كاملة خالي منظمات النمو قد عطى افضل نتائج تحول اجنة ونمو النبيتات استخدام التلويف المناسبة الجينات الصوديوم بتركيز 2% مع 10 قرام باللتر من كلوريد الكاليسيوم هنا نططنا نباتات مقاربة للنباتات الناتجة من الاجنة الجسمية الطبيعية وكذلك ايضا من ناحية زراعة الشتلات الناتجة من البذور الحقيقية ايضا نسونا نتاج للاتباط الوراثي باستخدام تقنية الربد اعطت تطابق المراثية للنباتات الناتجة من الاجنة الجسمية مع نباتات البذور الحقيقية تجربة اخرى مضمن طلاب الدكتوراه والطلاب مع تأثير الحديد والزنك النانو ومصدر الاضاءة في انتاج الدرانات الدقيقة للبطاطا تحت النظام الغمر الموقت الحقيقة المركبات النانوية هي اكثر ذوبانية لانها قابلة لانتشار نتيجة الحجم الصغير والمساحة السطحية العالية اللي تزيد من جاهزية المغذيات مقارنة بالمغذيات التقليدية زياء البطالة راح تزيدرنا من العمليات الحيوية والفسلجية المشتركة بالنمو ففعالياتها تقريبا اكثر من عشرة الى الف مرة ضعف التقليدية فالذلك احنا استخدمنا السماد النانوي اللي هو الحديد والزنك اللي هي من ضمن محتويات او مكونات المراشيق وسكوف اللي مش طول بزرع النسي جي يعرف اللي انا قصده فالمراشيق وسكوف هنستخدم الحديد والزنك التقليدي الاسمدة التقليدية لكن هننا استخدمنا السماد النانوي وكذلك ايضا استخدمنا الضوء الضوء هو عبارة عن موجات كهرومغناطسية ذات اطوال الموجية من 400 الى 700 نانوميتر شوفه بالسلايد هذا طبعا بالنسبة الموجات الضوئية اللي هي من 400 الى 700 نانوميتر الحقيقة الفعال عندنا هو ما بين 400 الى 700 بالنسبة الى اللون الاحمر وما بين 400 الى 500 هو للون الازرق هاي هنا طبعا ليش لان عدنا مدى الاستفادة كلوروفيل اي وكلوروفيل بي الاستفادة خلال هاي الاطوال الموجية اللي هو باللون الازرق واللون الاحمر اللون الازرق لو في حالة الاقل من 400 الى 300 عدنا الاشعة اليوفي هاي تعتبر ذات اطوال موجية صغيرة لكن ذات طاقة عالية بتأدينا الى تحطم لصفة كلوروفيل فلذلك الغلاف الجوي المحيط وطبقة الاوزون والغلاف الجوي راح يقلل من تأثير هاي الاشعة المضرة واما بالنسبة البعد السبعمية هي الاشعة تحت الحمراء تحت الحمراء تكون اطوال موجية طويلة لكن طاقتها تكون قليلة غير قادرة على استحثاث جزئة كلوروفيل بعمليات التركيب الضوي على صفاح القرانة بنشطار جزئة الماء والقيام بعمليات تفاعل الضوء داخل الخطاع عندنا ما بين الـ 500 والـ 600 هو اللون الاخضر هذا النبات ما يستفاد من عدد الامتصاص كلوروفيل ما يستفاد من عدد ليش لأن معظم هاي الاشعة تعتبر انه منعكسه هاي منعكسه بحيث النبات ما يستفاد من عددها فلذلك احنا دائما انه نركز مرات نستخدم الضوء الابيض بينما تكون انه فعاليته قلف لو في حاته نستخدم الليد اللي هي الشمعات اللي تحتوي على اللون الاحمر واللون الازرق ضمن الاطوال الموجية اللي احنا اللي اشعرنا الى اللي بحيث تساعدنا بحيث تكوين النمو افضل ورح نشوفه من خلال السلايدار اللاحقة البعض يسأل يقول زياد شنو تأثير الضوء الاحمر والضوء الازرق الضوء الاحمر الى تأثير بزيادة الكتلة الحية للنبات وزن طري وجاف ارتفاع النبات المساحة الورقية الضوء الازرق الى تأثير بصبغة الكلوروفيل بتخليق وتطور صبغة الكلوروفيل وفتح وغلق الثغور تحفيز الانبات فلذلك تكون هي الفعالة بعمليات التركيب الضوء اما الضوء الاخضر يكون غير فعال بهذا وبعض البحوث تشير انه قد يكون التأثيره سلبي بعض البحوث اللي احنا مشبناه وقرأناه على الانترنت هنا مصادر الاضاءة بالنسبة لمصابيح الليد متكونة من خليط من اللونين الاحمر والازرق بنسبة 2 الى 16 اللون احمر 16 اثنين هاي كنسبة ونظام الزراعة في تضاعف الافرع الخضارية اللاحظة هنا تضاعف الافرع الخضارية بالمقارنة الحقيقة هنا ما تبين بشكل واضح بس رح تبين ان شاء الله بالاسلادات اللاحقة لو في حالة الاضاءة الطبيعية الفلوريسنت وفي حالة لا استخدم شبن النمو زيادة بعدد الدرانات زيادة تأثير معنوي بالنمو بعدد الافرع بطول الافرع وايضا بعدد الدرانات وايضا في حالة التأثير النوعي على الدرانات حتى بتراكز العناصر الغذائية النيتروجين الفسفور البوتاسيوم كان ايضا الى تأثيره زيادة بالمقارنة مع التأثير الاضاءة الطبيعية وكذلك ايضا تداقله مع الحديد المخلبي والزنك المخلبي المستخدم في هذه التجربة هاي هي ايضا صورة اخرى العمليات الزراعة تحت نظام اللذ بالاضاءة هنا عدنا تضاعف الافرع الخضارية نتيجة عمليات الغمر المؤقت الغمر المؤقت احنا عدنا دائما معروف بالزرع النسيجية عدنا وسط سائل ووسط عدنا الصليب الغمر المؤقت هنا انه عن طريقها التقنية اللي يصحوا لها المفاعلات الحيوية هاي المفاعلات الحيوية الها القابلة بحيث من خلال هاي الحاويات هاي الحاويات تحتوي على جهتين او تحتوي على الطبقتين طبقة تحتوي على المحلول المغذي وتحتوي الطبق الاخرى السلة اللي تحتوي على الجزء النباتي نبدي من خلال الفلاتر اللي موجودة بالجانب ونبدأ نضخ الهواء عن طريق هاي اللي بايبات وهاي الصندات نضخ الهواء للمحلول المغذي يبدأ المحلول المغذي انه يصعد الى الحاوية ويبدأ يغطينا جميع الاجزاء النباتية مدة دقيقتين كل ساعتين او مدة ثلاث دقائق كل ثلاث ساعات بشكل متواصل عن طريق تايمر ونشوف مدى تأثيرها في حالة هاي التقنية وفي حالة الوسط السائل او الوسط الصليب الغاية من عندها في سبيل انه جميع الجزء النباتي راح يلامس المحلول المغذي ويمكن انه يمتص ويستفاد من المحلول المغذي وكذلك ايضا يساعدنا من ناحية التهوية للأجزاء النباتية راح يوفرنا والوفرع قليا بالأكسجين المدعب هاي اللحظة هنانا تأثير نظام الغمر المؤقت بالإضاءة الأحمر باللد الأحمر والأزرق وثمان طعش الاتنين ها النسبة الأحمر الى الأزرق وهنانا الفلوريسن اللحظة هنانا الحقيقة الصورة هنانا أنا صورتي ان ادمجتها لكن الاحجام ماتلا لكن هي تبين من طريق المصدرة اللي موجودة حاليا المصدرة اللي موجودة حاليا بحيث نتبين لكم انه عدد الأفرع كانت عندنا انه أكثر طولة الأفرع كانت أكثر باستخدام اللد بالمقارنة مع الإضاءة الفلوريسنت واللي احنا كنا معمول بيها ولحد الان بعض الدور البحثية انه عاملة بيها بهذا الجانب ورغم هي الفلوريسنت تسبب أيضا حرارة نتيجة تشغيل هاي الشمعات تسبب لك الحرارة تسبب لك أيضا مشاكل بالنسبة للنمو النباتات وظاهرة البيوت الزجاجية وزيادة درجة الحرارة داخل التستيوب وبالتالي تحتاج إلى عمليات تبريد أكثر بينما هنا لا تكون الحرارة شبهها معدومة ما عندنا الحرارة وكذلك أيضا من ناحية استهلاك الطاقة الكهربائية تكون أقل هاي أيضا مصدر لضام نظام الزراع بالغمر المؤقت في مرحلة تكوين الدرانات لاحظ الوفرة بزيادة الدرانات لضاء النبات تحت النظام الزراع بالغمر المؤقت بالحديد والزينك النانوي وفي حالة الحديد والزينك التقليدي نلاحظ هنا قوة الدموات وارتفاع النبات والفرح النباتي أيضا الأطوال مات أيضا ذات ازداد وقوة الأفرع كانت جيدة بالمقارنة مع النباتات اللي استخدمنا الحديد والزينك التقليدي ضمن توليفات المراشق والسكوك نظام تحت الغبر المؤقت ومصدر الحديد والزينك النانوي في مرحلة تكوين الدرانات الدقيقة أيضا زادت عدن الدرانات بشكل معنوي بالمقارنة مع الزراع التقليدية لاحظ أيضا مقارنة رغم أنه عندنا بالوسط الغمر المؤقت زاد عندنا عدد الدرانات بالمقارنة ويالوسط الصلب والوسط السائل لكن المعدل سائل الدرانة رغم أنه كان متفوق بالأعداد كان متقارب ويالوسط الصلب وكان متفوق معنوي ويالوسط السائل معنات أنه هنا حصلنا على عدد الدرانات أكثر وأيضا حجم الدرانات مقارب لحجم الدرانات بالوسط الصلب واثنين كانت معنوية بتأثير معنوي بزيادتها بالمقارنة ويالوسط السائل التقليد أهم الاستنتاجات لدراسة تأثير الحديد والزينك النانو ومصدر الإضاءة في إنتاج الدرانات الدقيقة البطار بالمفاعل الحيوي في معدل عدد الأفرع المتضاعف تفوقت فترة الغمر 2 دقيقة كل 2 ساعة تفوق النباتات النامية تحت نظام الغمر المؤقت بالمفاعل الحيوي على النباتات النامية في الوسط السائل والصلب في تضاعف الأفرع وتكون الدرانات الدقيقة ومحتواها من العناصر المغذية إمكانية استعمال مصابيح اللد اللي هو الأحمر والأزرق في مرحلة تضاعف الأفرع ومرحلة تكون الدرانات الدقيقة كونها قد أعطت أفضل النتاج مقارنة بالمصابيح الفلورسينت البيضاء وعند النقطة الأخيرة تفوق النباتات النامية بالوسط الغذائي المجهز بالحديد والزينك النانوي على النباتات النامية بالوسط الغذاء الحاوي على الحديد والزينك التقليدي في أغلب صفات مرحلة تضاعف الأفرع وتكون الدرانات الدقيقة تستخدم كتابة نجي السحاليا بالنسبة للتقنية زراعة الأنسجة بها معوقات لو ما بها معوقات بها معوقات اللي من معوقات هي التكاليف العالي لإنشاء التكاليف العالي لإنشاء هي في المراحل الأولية بالنسبة للمستثمرين نحن دائما نقولهم بالمراحل الأولية وخصوصاً اللي يريد مثلاً إنتاج تقاول رتب العليا البطاطا أو زراعة النخيل هذه دائماً بالمراحل الأولية بس نحن دائماً نحبذ أنه زراعة الخضر على محاصيل فاكهة لأنه تكون سريعة النمو مردودة الاقتصادي يكون سريع بالمقارنة مع الفاكهة وأيضاً عندنا نسبة المواد البنولية تكون قليلة بالميديا فإحنا بالنسبة للتكاليف العالي لإنشاء من ناحية المختبرات اللامينارات المواد الكيميائية الزجاجيات هذه كلها تمرور الوقت نتيجة للربح المتواصل هذا بشكل تدريجي رح تغطي لك التكاليف ورح تطيق الأرباح الصافية بعد الفترة من الزمن تحتاج الدقة وخبرة في العمل وكوادر متخصصة في هذا المجال وعدنا مشاكل التلوث هاي مشاكل رئيسية عدنا مشاكل التلوث وكل اللي يشتغلون بتقنيات التشو كالتشر عدهم مشاكل التلوث هاي نتيجة الأسباب كثيرة منها أسباب فيزيائية اللي منها انقطاع تيار الكهربائي هذا بالانقطاع تيار الكهربائي رح تزداد عمليات التنفس وزيادة الحرارة رح تزداد من عمليات التنفس بسرعة التنفس وزيد من استهلاك المواد الغذائية على المقاومة وتشجيع النموات الفطرية والبكتيرية باختلافه بالنمو بالوسط الغذائي وسبب لك الإصابة الفطرية أو البكتيرية بالوسط الغذائي عندنا أيضاً أسباب فسلاجية تكون مو مرضية أسباب فسلاجية في حالة إذا كانت العناصر الغذائي في الوسط الغذائي كانت غير مضافة بشكل صحيح احتمال يكون تركيزي أقل من الحد الصحيح للتضائفة كان يكون عندك استاندار رئيسي في حالة اللي يصنع الستوكات ومن الستوكات يخلي الميديا الكاملة مراشق وسكوك أما اللي ياخذ ميديا كاملة من الأسواق المحلية هيا ما قيم مشكلة لأنه تتاخذ ميديا كاملة ومجرد مباشرة أنه تذوبها بس نحن الفضل دائماً أنه الطالب العربي دائماً نحبذ أنه بحيث يتعلم البديهيات والبيسيك ما تصنيع المحلول المغذي أو تصنيع المراشق وسكوك وشنون يصنع الستوكات يضيفها للميديا بالوسط الغذائي في حالة التركيز العالي راح يسبب لك الانتاوغانيزم اللي هو التضادل الأيوني زيادة عنصر عن عنصر كان يكون تضادل ما بين الكاليسيوم والبوتاسيوم على سبيل المثال البسفور حديد إلى آخره ما راح ندخل في هذا الجانب لأن بيها مواضيع المتشعبة بهذا الجانب أيضاً هناك أخرى أسباب ميكانيكية استخدام أدوات غير معاقمة أو يكون المعاقمات اللي مستخدمها معاقمات تكون غير فعالة مرات بعض الأحيان الكحول اللي مستخدمها أكثر من مرة نسبة التعقيمات راح تكون منخفضة فلذلك راح يسبب لك تلوث فيجب التدقيق على هذا الجانب وكذلك أيضاً استخدام الجزء النباتي من نباتات سليمة وهذا الجزء المهم إحنا بالوقت اللي ناخد جزء نباتي من نباتات سليمة مجرد إحنا التعقيماتنا راح يكون تعقيم سطحي للجزء النباتي ما متعمق داخل النسيج النبات اللي إذا تعمق داخل النسيج النبات راح يسبب لنا تلف وتأخيرها من مراحل النمو جزء احتمال يأثر وحرق بالبراعم حتى ورح يأثر لنا مشاكل النمو للنبات أو للنبيتة داخل التسيتيوب فلذلك دائماً نستخدم الكحول بتركيز 70% القاصر بتركيز 10% زيان مدة ربع ساعة وبعد أنه نغسلها بالماء المقطر أكثر من المرة تصل لخمس مرات للتخلص من المادة المعقمة وبعد ذلك كلها تجري داخل الأجواء المعقمة داخل اللامينار للتخلص من المواد المعقمة ليكون زراعتها بشكل سلس عندنا ظاهرة أخرى هي ظاهرة الفيتريبيكيشن أو ظاهرة التزجج شنو ظاهرة التزجج؟ تكون أفرع مائية تكون رفيعة وهذه طبعاً من ناحية الأقلمة تحت تكون ضعيفة نتيجة المحتوى المائي العالي نتيجة زيادة الرطوبة داخل التسيتيوب فلذلك معالجتها هو استخدام الأخطية ذات الأقطان المعقمة طبعاً مكان الأغلفة البلاستيكية وكذلك أيضاً تقليل السايتو كانين بعمليات السبكالتر وخصوصاً نباتات الخضر نباتات الخضر بشكل عام لها القابلية على تكوين الجذور بالميدا بدون ما نضيف بدون إحنا ما نحاول إلى تكوين جذور للنبات لا هو أوتوماتيكي رح يكون لك لنقابلية على تكوين جذور هاي الجذور اللي تتكون من ضمن وظائفها رح تصليع لك ولو بنسبة قليلة جزء من السايتو كانين جزء من السايتو كانين اللي صنعه بالإضافة إلى ذلك المخزن اللي موجود داخل الإكس بلانت اللي موجود اللي تزارع بالميديا والضائف الميديا التضائف أيضاً السايتو كانينات هاي رح تسبب لك زيادة التفرعات وعملية الفيترفيكيشين فالذلك انت المفروض لازم تقلل مرور الوقت تقلل من السايتو كانينات اللي تضيفها للميديا حتى ما تظهر لك هاي الحالة عدنا أيضاً مشاكل التباونات الوراثية من أهم المشكلات اللي تعيق بعض طرق الإكسار الخضري معمليين هو أمكانية تباونات وراثية التي تنقسم لتغيرات وراثية وأخرى غير وراثية جينتك معناتها حدود طفرة وراثية في عدد الكروموسومات سواء بالزيادة أو النقصة أو حدود تغيرات في الكروموسومات الغير وراثية هذا النوع من التغيرات غير ضارة لأنه مجرد خروج النبات من ظروف الإجهات السيتريس داخل المختبر رح يعاود النبات النمو الطبيعي أسباب التغيرات الوراثية نتيجة العمليات الساب كالتشر بشكل مستمر ولذلك احنا ما ننصح إلى أكثر من المرحلة الثامنة بعمليات الساب كالتشر المفروض الساب كالتشر الثامن بعدها لا نبدي بنشاء زروعات جديدة أو للتعرض بعض منظمات النمو منها الأكسينات التوفور دي لها العلاقة ببعض الأحيان ولو بنسبة قليلة بتغير الجينتيكا والشفرة الوراثية داخل الـ DNA وبالتالي رح تسبب لك تغيرات وراثية داخل جزء النبات وهي طبعا إحنا رح نبدي بس نستخدم في حالة استخدام الكالص بعمليات الاكثر نستخدم البصمة الوراثية في سبيل ضمان سلامة النباتات وتشابهة الجينية مع النبات الأم وشكرا جزيلا لأصغائكم شكرا جزيلا لأصد الدكتور فلاح حسن عيسى شكرا جزيلا لأصد الدكتور مهندس سعيد حضرتك سمعني مهندس سعيد بطاطا بيقولوا عليها بطاطا بيأطوا بيه بطاطا شكرا أستاذنا الدكتور فلاحة عيسى الوقتي عايدي ناقش حالتك ولا بعد الدكتور أماني مناقشة تبع مع بعض أحسن دكتور شلع بالنهاية دكتور ألو دكتور أحب المناقشة تبقى الوقتي أماني ألو دكتور فلاحة ألو السلام عليكم ألو السلام أهلا دكتور أماني بقول لحديك اللي عايدي ناقش أو يسأل دكتور فلاحة الوقتي أو كي مثل ما تحب مثل ما تحب أيها دكتور أماني أيها دكتور أماني أيها دكتور أماني من خلال تقنيت الزراعة النسيجية ناقشة تفضلي دكتور أماني أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقدم أعطر التحيات من العراق من البصرة إلى مؤسسة إلى مؤسسة نور الهدى لإدارة المشروعات الزراعية وبأسمى وكلمات الشكر والامتنان إلى الأستاذ المهندس حاتم الكومي رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتحيات العطرة إلى الأستاذ المهندس السعيد اللبان لتاحتهم الفرصة للمشاركة وإلقاء محاضرة الموسومة استحثاث نسيج الكالس المتحمل للملوحة من خلال تقنية الزراعة النسيجية نعم تنعرض المحاضرة يمي يمي استاذ يمي 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 حركة مفتوم الشيء حركة يتشيري طيب بس أنا يعني أنا الحقيقة شوعة أنا أد من دكتورة أماني دكتورة أماني إسماعيل خبيب وزارة الزراعة ضائرة بس أنا أبحاث برجسية في البصرة بالعراق نعم أنا حبيت بس عرض حركة دكتورة أماني أوكي أماني بس يعني عرض يم حضرتك الباور بوينت لو يمي اللابتوب تفتح الشير أوكي خير إن شاء من اللابتوب حركت حركت تكوني على ديس كتوب على ديس كتوب وتفتحين بعد ما تفتح الشير تفتحين من الشير نفسه مش من الرطاين تفتحين نعم نعم عنوان عنوان المحاضرة هو استحتاف نعم أمام تفضلي أضاي نظر أوكي استحتاف نسيج الكالس المتحمل للملوحة من خلال تقنية الزراعة النسيجية بالمداية رح نطبق إلى موضوع تأثير الملوحة على إنبات البذور الملوحة هي محتوى الملح الذائب في الماء وهو مصطلح عام يستخدم لوصف مستويات الأملاح المختلفة من كلوريد الصوديوم وسلفات الميغنيسيوم وكبريتات الكالسيوم وأملاح البيكاربونات المختلفة تعتبر الملوحة من ضمن الإجهادات التي تعرفونا حضاراتكم كالإجهاد الرطوبي والإجهاد الحراري من ضمنها الإجهاد الملحي هذا النوع من الإجهاد يؤدي إلى إرباة العمليات الطبيعية للكائن الحي والإجهاد يعبر عن تحديدات التربة والماء لنمو النبات الملوحة بصورة عامة كالمتعارفة عنها هي تقلل من جاهزية ماء التربة وبالتالي رح تغير من التوازن المائي داخل النبات وعليه في أن النمو النبات رح يكون بطيء والمتسبب عن الملوحة يعني النمو النبات رح يكون ضعيف وهزيل بهذه الحالة من اللي يكون ضعيف عن الملوحة فما رح نقدر نفصل عن النباتات التي تعرضت إلى إجهادات أخرى خلينا نشوف مظاهر تأثيرات الملوحة على النباتات هناك أدة مظاهر تفسر أن تأثير الملح على النبات أول شيء هو فشل أدت كبير من البذور على الإنبات بالتالي رح تكون النباتات المتعرضة للملوحة متقزمة تتأثر حجم المحصول المتعرض للملوحة من ناحية الحجم المحصول ونوعيته وعدده نقص في حجم الأوراق وبالتالي احتراق أطرافها وخاصة السفلية القديمة تأثير الملوحة على اختلال التوازن الغذائي وكذلك على ظاهرة التوضيء للنبات في امتصاص العناصر الغذائية يعني خلال الملح رح يقن امتصاص النبات العناصر الغذائي اللي يحتاجه لغرض النمو والتطور بالإضافة إلى بالإضافة إلى المعوقات الأخرى اللي يتعرض لها النبات لذلك احنا ارتقينا إلى ندخل إلى موضوع الزراعة النفسيجية في إلى لحل هذا المشكلة أو للتقليل من حدتها للنبات فكانت تقنية الزراعة النسيجية يعني فالنقطة التحول حتى نقدر نحد من تأثير الملوحة وخصوصا اركز على كلمة وخصوصا في محافظة البصرة جنوب العراق تعاني من كمية ملوحة غير طبيعية بالأراضي اللي مزروعة بالبصرة وخصوصا في جنوب المحافظة بالذات راح نطرق حسا على الزراعة النسيجية شو نقصد بالزراعة النسيجية زراعة الأنسجة هي عبارة عن تنمية وزراعة الأنسجة أو الخلايا النباتية بمع الزل عن الكائن الحي يتم ذلك في بيئات مختلفة للنمو منها الميديا الصالبة وشبه الصالبة والسائلة وكل هذه الأمور التم تحت ظروف بيئية معقمة متحكم بها من قبل الباحث أو القائم على عمل البحث تعتبر تقنية الزراعة النسيجية أو علم الزراعة النسيجية من المجالات المهمة في عملية التنمية الوراثية وأن الهدف الأساسي من الزراعة النسيجية هو إنتاج كميات كبيرة من النباتات المماثلة جينيا لنباتات المصدر وفي فترة قصيرة مقارة مع إنتاج الزراعة النسيجية أقصد مع الطرق الكلاسيكية المتابعة في أكثر النباتات انتشرت هذه التقنية في السنوات الأخيرة لعدة أسباب منها تخزين الجينات النباتية التي لا تنتج بذور أو التي من الصعب تخزين بذورها بالإضافة إلى انتاج فسائل نباتية بسرعة لغرض إشباع السوق التجاري أو لغرض التصدير التربية والتعديل الوراثي لبعض المحاصيل المهمة تكثير النسيج الجدري أو السيقاني المتحورة في صناديق خاصة تسمى بايركتر لغرض استخلاص مواد أيضية مهمة في المجال الغدائي أو الطبي سمي هذا العلم أيضا بالإكثار الدقيق المايكرو بروبيجيشن اللي هو نقصد به يعود إلى تقنية زراع النسيجي إن الكثير من الخلايا النباتية الجسمية ليست تناسلية بحيث تعتب بحيث تعبر عن أجزاء من الجينات التي لم تعبر عنها سابقا وتتطور بالتالي إلى نبات كامل ضمن ظروف مناسبة مثل ما ذكرت الحضاراتكم الميديا الوسط الغدائي والأجواء المعاقمة اللي يتم به نمو النسيجي كما أن النجاح في زراعة خلايا ونسيج أعضاء النباتات يطلب المادة الأولية النباتية المناسبة ذكرتها الوسط الغدائي المناسبة فضلا عن المدة الزمنية أو الجدول الزمنية للمعالجات الهرمونية للوصول إلى إمكانية عضبة للنمو وتوجيه التمعيز عدة خطوات مثل ما ذكرها أستاذ دكتور فلاح بالبداية حضاراتكم زراعة النسيجية تمر بعدة خطوات منها زراعة النسيج النباتي أو الأكس بلانت بأجزاء صغيرة من الأنسيجن وزيلت من النبات تحت ظروف معقمة وزراعتها في وسط غذائي اللي نسميه ميديا اللي يحتوي على المغذيات وبيتامينات وتركيبات من منظمات النمو الغذائية بحيث تقوم الخلايا النباتية بالانقسام كما يمكنها عندك بعض لتشكل عضوا كالجذور والأخصان والأجنة وغيرها يمكن إعادة إنشاء النبات كاملة بخطوة خطوة لإنشاء النبات الكامل من خلال النباتات أو الأكس بلانت الأجزاء المزروعة نسيجين وهذه الخطوة تعتبر هي الخطوة الأساسية للنباتات المحورة وراثية إذ يمكن تأجيل الموروثات على مستوى الخلايا المفردة ضمن المزرعة الخلوية لإنتاج نبات كامل يحمل السلالة الجينية الجديدة ويمكن استعمال خلايا النباتية المزروعة للإنتاج الواسع للنباتات المتطابقة وراثية حسنا نتعرف شنو إحنا عندنا الكالس الكالس هو عبارة عن خلايا بارانكينية غير متمايزة وغير منتظمة وغير متخصصة تنشأ على مناطق القطع أو الجروح في الأجزاء النباتية ويعتمد تكوينه بالدرجة الأساسية على النوع النباتي مصدر الجزء النباتي هذه من الناحية ناحية النباتي من الناحية الأخرى الشيء المهم والضروري اللي كل تقني بزراعة النسيجية يعاني من عنده هو الوسط الغذائي وما هي مكونات الوسط الغذائي واقصدها من منظمات النبات طبعا بالشيء يذكر كملت دراسة الماجستير عام 2002 كانت موضوعي على الزراعة النسيجية لإكتار نخيل التمر صنف البرحي وكان موضوعي أيضا على الميديا من قارنة الميديا اللي اشتغلتها بالنخيل وبالميديا اللي اشتغلتها بزراعة الخضر شتان اختلاف كامل بين مكونات منظمات النمر وتراكيزها المضافة إلى الوسط الغذائي مع بين النخيل وما بين الخضر يعني أنه نوع النبات يحدد أنه تراكيز ونوع المنظم النمر اللي راح نضيفها من الأكسينات من السايتوكانينات والجبعينات عند زراعة النباتات المستحدثة من نسيج الكاليس والحصول على نباتات شبيهة ومتغايرة في الأصل في الشكل المظهري يعد الكاليس مصدر هو مصدر التحول أو النقطة اللي يتحول من عندها النبات حتى يتكوننه نبات كامل في استحتاف التغيرات الوراثية المهمة ومنها تحملها للإجهاد المنحي طبعا بالبداية للصورة اللي اخطاب لها لاحظتوا عملية تكون الكاليس على درنات البطاطا اللي هذا كان بحث موسع يعني نبات البطاطا واختخذنا عدة أصناف درسناها حتى نعرف مدى تحملها للملوحة ولاحظتوا بتكون الكاليس وشكله وطريق التكونه تمايز الكاليس differentiation of callis إن عملية التمايز وإخلاف النباتات من الكاليس تعتمد قلنا بالدرجة الأساسية على الجزء النباتي المستعمل فضلا عن منظمات النمو النباتية المستخدمة والمضافة إلى الوسط الغذائي حتى نكون من خلالها نسيج الكاليس النمو الجيد لنسيج الكاليس في وسط الزراعة يحصل التوازن ذكرتها لحضاراتكم التوازن الهرموني بين الأكسينات والسعتوكينات إضافة لأن كل منظم من منظمات النمو عندما نضيفها إلى الوسط الزراعي نقصد الميديا بتراكيز معينة قد يضغي الأندول أسيتك أسيد أو النفثالين أسيتك أسيد على الجبريلين أو المنظم نمو آخر وكذلك الذي يعمل الأكسينات بوجود السعتوكينات يعني إحنا ما نقدر نتخلى عن منظم يعني ننفرد باستخدام منظم نمو معين وهذه بيها دراسة يعني موسعة وعميقة وإن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة هم نلقي بيها محاضرة ونشوف تأثير منظمات النمو النباتية على الميديا الوسط الغذائي نمو نسيج الكاليس للنباتات الخضر بالذات لأن هذا موضوعنا اللي جاينات بطرق لها السفر الأكسينات بوجود السايتوكينات تعتبر كمفتاح لبدء الانقسام وأن التراكيز العالي من الأكسينات يحدث لها تأثير في زيادة النمو من خلال زيادة معدل انقسام الخلايا تلاحظون حضراتكم بالتاستيوب الأنابي بالاختبار الآن مع حضراتكم نسيج الكاليس يعني ما شاء الله بوقتها من طلعنا هذا النسيج قمنا نخاف عليه لحد يضرب عين من كميته ولونه والحمد لله ما صار عندنا أي تلوذ أو أي أمور خلتنا نتلف الأكسي بلانت أو نعيد السابقة الشاركة ذا مرة لا الحمد لله يعني وصلنا إلى مرحلة من خلال تراكيز منتظمة وبمقادير مدروسة لإنتاج نسيج الكاليس تلاحظون حضراتكم بالصورة الأولى حتى بعد يعني الأفرع الخضارية بدت تطلع وتنمو من نسيج الكاليس واللاحظ أيضا بالصورة الثانية اللي تحتها يعني أشبه بدرنة البطاطا والأكسي بلانت يعني الأجزاء الصغيرة بدت تظهر على الدرنة واللاحظ يعني فد شيء يعني سبحانه رب العالمين يعني فد نتيجة حلوة كل خلية نباتية لها قدرة وقابلية كامنة للانقسام والتطور إلى نبات كامل مشابه للنبات الأم اللي هي نسميها الحملية التي بوتينسي إن التعبير في هذه القابلية حتى يأخذنا أشكال عديدة أحيانا تعبر الخلايا عن قابليتها عن طريق إخلاف نبات كامل بعد سلسلة من العمليات حتى يكون لنا براعم عرضية على انسجة الكالس إلى الأرغانوجينسيزم وتطورها إلى سيقان ويمكن تجديرها وحتى تكون لنا نبات كامل إن عملية التمايز وإخلاف النباتات من الكالس تعتمد بدرجة أساسية على الجزء النباتي المستعمل بالإضافة إلى منظمات النمو النباتية في كل مرحلة يعني في كل مرحلة من مراحل النمو نشوف المرحلة الأولية تختلف عن المرحلة الثانية وعن الثالثة وهكذا وإن شاء الله البحث جاي نعرض على حضاراتكم راح يراويكم شنو مستوى اللي وصلنا له هاي الدراسة دراسنا بيها ثلاثة أصناف من البطاطا هي الزيتة أرنوبا سفاري وهي هولندية المنشأ من الرتبة سوبر إلت استلمتها من دائرة البستنة دائرة المركزية بوداد مشروع إنتاج تقاول البطاطا في الهندية والمعتمدة من وزارة الزراعة العراقية اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد الأصناف والمصدقة من دائرة فحص وتصديق البذور في وزارة الزراعة شون بدنا بيه تم تقطيع الأفرع الخضرية بواقع أقدة واحدة زرعت على وسط غذائي من الهرمونات النباتية مع أملاح ماراشيقوسكوك طبعا على فكرة أملاح ماراشيقوسكوك هي الأملاح الأساسية المنظفة للوسط الغذائي الميديا وهي أملاح معروفة إلها جدول خاص بها حضنت هاي الزروعة تحت الظلام وتحت درجة حرارة زاد ناقص 26 درجة مئوية وتركناها لمدة 25 يوم جاءت لحظون حضاراتكم ألف وباق وجيم هاي لكل صنف اللي هاي اللي الزيتة والأرنوفا والسفاري نعم وزلنا 100 ميلي جرام من الكالس وزرعنا على وسط غذائي ماراشيقوسكوك مجهز بتراكيز مختلفة من ملح كلوريد والسوديوم النقي طبعاً اللي بيور هو تراكيزه كانت صفر موانين ميلي ميلي وعشرين ميلي وربعين ميلي وستين ميلي مول حضرنا نسيج الكالس الذي تعرضه للإجهاد الملحي في غرفة نوم تحت الظلام على درجة الحرارة زائد ناقص درجتين هي 27 درجة الأساسية بعد مرور ثلاثة أسابيع أي 21 يوم من الزراعة سوين السب كالتر على مكونات وسط غذائي بنفس بنفس تراكيز الوسط الغذائي الأساسي أو المركزي اللي حصلنا على الكالس نلاحظ بعد مرور شهر من الزراعة استخرجنا نسيج الكالس تلاحظون حضراتكم الصورتين هنا أنا يعني وابحة للعيان 100 ميلي مول و80 ميلي مول والكونترول مع عاملة الصيدرة بينما 120 و140 و160 نسيج الكالس صار بي يعني داي آوت تلاشة وصار بي بداي بي براونينج وانته نعم بتجربة أخرى أضفنا تجربة لعب دور جدا مهم في تخفيض كمية الملوحة بالنبات وطبعا حيل ساعدني وبالبداية من انصدمت بهاي البراونينج وامتلف النسيج يعني صابني فد إحباط معين لكن حامل السلسلة سوان فد طفرة معينة وأحب أن أنوه إلى بعض المعلومات زملائي متابعيننا عن حامل السلسلة اسمه الكيميائي 2-Hydroxy-Phenzoic acid حامل السلسلة يعود إلى مجموعة واسعة من الفينولات النباتية تم الحصول عليها من مصادر نباتية مختلفة واستعملت في مجال الصيدلة والطبق حامل السلسلة هو منظم نمو داخلي ذو طبيعة فينولية يسهم في إعطاء حماية ضد الشجود الحيوية واللاحيوية وأهمها لموضوعنا اللي جاي نبحث عنه هي الملوحة بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الفيسيولوجية للنبات مثل عملية البناء الضوئي وتنظيم الحرارة للتزهير وتمثيل النترات وإنتاج الأثيني حامل السلسلة شنوه؟ هو عبارة عن باودر بلوري متوسط الذوبان في الماء وسريع الذوبان في المذيبات القطبية يذوب بدرجة حرارة تراوح من 107 إلى 109 درجة مياوية درجة حموضة المحلول المائي المشبع له هو pH 2.4 حامل السلسلة يمكن أن ينقل فعالية بشكل نشط وتحدث له تحولات أيضية ويحدث له ارتباط وينتقل بسرعة من مكان إضافته إلى العديد من الأنسجة النباتية حامل السلسلة إلى دور فيسيولوجي مهم في نبو النبات وتطوره خصوصا عند تعرض النبات لظروف الإجهاد أو الشد الملح أيضا بالإضافة إلى دور فيسيولوجي في النمو والتزهير وامتصاص الآيونات وله دور في تخليق الأثيليم فضلا عن دورها المعاكس لمثبت النمو حامض الأبساسي المسؤول عن تساقط الأوراق والإسراء في تكوين صبغات الكلوروفيل والكاروتين وتسري عملية البناء الضوي نرجع حتى على السلسلة كشان ضفنا إلى الوسط الغذائي ضفنا خامض السلسلة بتراكيز طبعا الكونترول معاملة يعني هي معاملة السيطرة والاختبار ضفنا 0.125, 0.250, 0.500, 0.750 مليموم وتم إضافتهم إلى الأوساط المحتوية على ملح كلوريد الصوديوم اللي هي تركيزها 0, 120, 140 مليموم زرعنا الكالس بحدود 100 مليجرام على هذه الأوساط الغذائية بعد مرور من فترة ما تتجاوز 40 أو 45 يوم من الزراعة أدت المعاملات التداخل اللي تنبين حامض السلسلة وكلوريد الصوديوم بتركيز 140 مليموم إلى تكون نسيج الكالس الأولي باللون البني وبالتالي نسيجة هلك وما تتهي لأن 140 الصور فالنسبة جدا مرتفعة من الملوحة فيعني ما قدر النبات يقاوم ويعني يتمكن من النمو خلال هذه النسبة لذلك استبعدنا هذه المعاملة من التجربة وقيت فقط معاملة التداخل بين تركيز حامض السلسلة اللي هي 0.250 مليمول وتركيز كلوريد الصوديوم اللي هو 0.120 مليمول للصنف بزدة تشاهدون حضراتكم إذن هاي النباتات أو الكالس الناتج من التداخل بين حامض السلسلة وتركيز الملحية اللي ذكرتها لحضراتكم يعني شوف حتى هنا الصورة الأخيرة يعني حتى بادي الأفرع الخضرية بادي يبتنمو يعني وكأنما جاي تشق طريقها حتى تنمو تستطيل يعني عندي صور يعني بس الوقت ما سعفني أن أضيفها لحضراتكم يعني ما شاء الله وكأنما نبات كامل طلع لنا بالتيستي تيوب نلاحظ إحنانا قدنا الكيربات اللي رح تنعرض أمام حضراتكم هي كالعاتي قدنا تأثير كلوريد الصوديوم بتركيز 100 مليمول في الوزن الجاف لكالس صنفي البطاطا لزيته وأرنوبا نحب نحكي عن هالأشكال شويين نطول بها لأن خلي شوف شنو التأثير اللي كان بالتأثير الملح كلوريد الصوديوم على الوزن الجاف للكالس نلاحظ من الشكل الأول إلى عدم وجود فروقات معنوية بين الصنفين لزيته وأرنوبا أنت عنده تركيز الملحي 100 مليمول لصفة الوزن الجاف لنسيج الكالس المتكون خارج الجسم الحي إذ بلغ الوزن الجاف لكل الصنفين اللي هو 13.88 و 12.21 ملي جرام على التوالي نريد نعرف هاي النتيجة ليش هاتش صارت وليش حصلنا على هاي الأرقام خلينا نستعرض بعض النقاط اللي توصلنا لها والنتائج اللي وصلها البحث نلاحظ نتائج المعروضة أمام حضراتكم أيضا انخفاض الوزن الجاف للكالس النامي في الأوساط الملحية إلى التأثير الآيوني والتأثير الإزمودي إذ أن زيادة التراكيز الملحية أدت إلى انخفاض جاهزية الماء للخلايا النباتية وبالتالي أثرت على نموها وتطورها كما أن زيادة التراكيز الملحية وخاصة يمكن أن يؤدي إلى حدوث سمية آيونية الناتجة من زيادة تراكيز الآيوانات في الخلايا والأنسجة النباتية كما أحب أن أضيف وأبين لحضراتكم من خلال النتائج ومن خلال دراستي البحث يعني جراسة بين قوسين شغل إيدي وأقدر يعني أعرف شون وصلت له وشلون تم هذا الشي فأحب يعني أنه أنور حضراتكم بالمعلومات أن تأثير كلوريد الصوديون في الوسط الغذائي في نموه الكاليس قد يكون تأثير إزموزي يعني وصلنا إلى إيش نتيجة؟ بإزموزي بسبب عدم ظهور أعراض السمية الآيونية على الكاليس مثل توقف النمو يعني هو بالبداية نموبي بس يعني التالي وصل إلى حد وصل إلى نقطة حارجة بعد سوى stop ما قدر يستمر بالنمو إذ استمر الكاليس بالنمو والإنقسام حتى في التراكيز الملحية العالية ولكن بمعدلات أوضع وأقل من التراكيز المعتدلة أيضا قد يؤز السبب فسرنا بهذه الطريقة إلى وجود تأثير غذائي بسبب انتشار الآيونات المعدنية أو التراكم آيون معين قد لا يحتاج النبات على حساب آيون آخر ضروري ينمو يعني تراكم آيون ما يحتاج النبات حتى ينمو يتطور ويوصل إلى مرحلة بل زحمه أو طغى عليه آيون أثر عليه بشكل سلبي لذلك لاحظ النسيج بدأ يخمل نعم نشوف الشكل الثاني هو تأثير كلوريد السوديون بتركيز 100 مليمول في تركيز الكاربوهيدرات الذائبة الكلية لكالس صنفين البطاطا لزيتة وأرنوبا يبين الشكل عدم وجود فروقات معنوية أيضا بين الصنفين لزيتة وأرنوبا في تركيز الكاربوهيدرات في نسيج الكالس اتبلغت على التواليد 28.9 و37.8 مليقرام على قرام وزنجاب على التواليد لاحظ ظروف الإجهاد الملحي والتعرض لملح كلوريد السوديون قد سبب في زيادة محتوى الخلايا من الكاربوهيدرات وأدت النتيجة لزيادة السكريات ومجموعة من مركبات أخرى تكون مرافقة لها كاستجابة منها للتكيف بظروف الإجهاد الملحي نشوف هذه السكريات قد تعمل مع البرولين على تنظيم الجهد الإزموزي في الخلايا أثناء تعرضها للإجهاد الملحي مما يعكس قدرتها على تحمل الإجهاد الملحي اللي تعرضه من ملح كلوريد السوديون نلاحظ أيضا أهمية السكريات الأحادية في إدامة العمليات الأيضية يمكن أن يكون الظروف الإجهاد الملحي سبب في زيادة محتوى الخلايا من السكريات مما يجعل الخلية تتكيف لظروف الإجهاد كما أن الكاربوهيدرات تعتبر من أهم المكونات الرئيسية لأي ميديا وسط غذائي يعتبر كمصدر للطاقة والكاربون ودورها في تنظيم إزموزية الوسط نعم ننتقل إلى الشكل الثالث نعم تأثير كلوريد السوديون بتركيز 100 ملي مول وفي تركيز برولين لكالس نفي البطاطا لزيتة وأرنوبا أيضا نلاحظ من الشكل تفوق الصنف لزيتة على الصنف الأرنوبا في تركيز الحامض الأميني لبرولين إذ بلغت 5.4 و4.19 ميكرو جرام وزن جاف على التوالي نسبة الزيادة بلغت 20.28% عند المعاملة بالتركيز الملحي 100 ملي مول نشوف ليش تمت الزيادة في محتوى البرولين نتيجة لحدود اختلال في التوازن الإزموزي داخل الخلية نتيجة لتعرضها للإجهاد الملحي ونلاحظ أيضا من خلال نتائج اللي وتوصلنا له إن الخلية النباتية تقوم بزيادة إنتاج الحامض الأميني لبرولين في السايتوبلازم المعرض للإجهاد الملحي للإجهاد الملحي حتى شنو؟ حتى تنخلق النحالة من التوازن بين الفجوة والسايتوبلازم من جهة وبالجهة أخرى بين الفجوة والسايتوبلازم والمحيط الخارجي للنباتة من المعروف إن البرولين دور مهم وفقال للخلية النباتية عند تعرضها لظروف الإجهاد الملحي تمام؟ ما راح يتم لنا؟ راح يتم لنا البرولين راح يتم تعجيل الإزموزي للخلية النباتية أو الوسط الغذائي اللي ينام يبيه وإزالة الجذور الحرة ومصدر للطاقة الـ ATV كما أن له دور مهم وفعال في إيقاف نشاط الأنزيمات المحللة مثل الأنزيمات المكولة للأثمين التي يزداد نشاطها تحت ظروف الإجهاد الملحي نعم ننتقل إلى الشكل الرابع الشكل الرابع يبعين لنا تأثير كلوريد الصوديوم بتركيز 100 مليمول في النسبة بين الصوديوم والبوتاسيوم لكالس صنفي البطاطا لزيتا وعرنوبا نلاحظ إلى عدم وجود فروقات معنوية بين الصنفين في النسبة المئوية بين البوتاسيوم والصوديوم للكالس المتكون خارج الجسم الحي ننتقل للشكل البادل تأثير التداخل بين كلوريد الصوديوم وحامض السلسلك في الوزن الجاف لكالس الصنف الزيتا رح نلاحظ من النتائج المعروضة أمامكم تفوق معاملة التوليفة بين كلوريد الصوديوم وحامض السلسلك على معاملة التركيز الملحي 100 مليمول في التأثير على الوزن الجاف للكالس والتي سجلت 16.20 و13.39 مليقرام على التوليفة هذه المعاملتين انخفضت معنوياً عن معاملة السيطائية الكونترول اللي هي بدون ملح without any addition من كلوريد الصوديوم في الوزن الجاف للكالس للصنف لزيتا والبالغة 20.73 مليقرام إن زيادة التركيز الملحية في الوسط الغذائي قد قللت من جاهزية العناصر الغذائية المهمة والضرورية لنمو النبات وتطوره فضلاً عن انخفاض المحتوى المائي في وسط النبات كما إن الآيونات الداخلة في تركيز الصوجة وقد سببت السمية في وسط النبو بالتالي أثرت سلباً على نمو النبات نلاحظ أن عملية الأنقسام ونمو الخلايا أثرت أيضاً على الوزن الجاف لنسيج الكالس كما نلاحظ من النتائج أدم زيادة وزن نسيج الكالس بإضافة التوليفة من كلوريد الصوجة قد أثر بشكل سلبي على نسيج الكالس وبالتالي أدى إلى نهايتاً يعني ما نقدر أنه نكمل ونوصل للشيء يعني للحالة المطلوبة نتقل إلى الشكل الأخير تأثير التداخل بين كلوريد الصوديوم وحمض السلسلك في الوزن الجاف تأثير التداخل بين كلوريد الصوديوم وحمض السلسلك على تركيز الكاربوهيدرات الذائبة الكلية لكالس الصنف لزيته تلاحظ من نتائج الشكل إلى تفوق معاملة التداخل بين كلوريد الصوديوم وحمض السلسلك في تركيز الكاربوهيدرات الذائبة في نسيج الكالس في الصنف لزيته إذ بلغت 38.10 ملجرام جرام على الوزن الجاف مقارنة مع معاملة السيطرة والتي سجلت أقل تركيز من الكاربوهيدرات والتي بلغت 24.99 ملجرام على جرام وزنجاب كما أن هذه النتائج وصلتنا إلى عدم وجود فروقات معنوية في معاملة التوليف بين كلوريد الصوديوم وحمض السلسلك كما نلاحظ أن التركيز الملحي 100 مليمول أثر في تأثيرها على تركيز الكاربوهيدرات الذائبة الكلية في نسيج الكالس إذ بلغت 38.10 و 38.9 جرام وزنجاب على التوليف خلي شوي نبحث بعين نتائج اللي توصلنا لها نلاحظ أن زيادة تركيز الكاربوهيدرات في نسيج الكالس بفعل تأثير التوليف أو التداخل بين ملح كلوريد الصوديوم وحمض السلسلك أدى إلى مؤشر مهم لزيادة تحمل النبات للملوحة من خلال ثبات الأخشية الخلوية مما قلل من التسرب الخلوي عند تعرض النبات للإجهاد الملحي فضلا عن دور المهم والفعال لحامض السلسلك اللي نعتبره كمنظم إزموزي للتغلب على مشكلة زيادة السالبية في الجهد المائي الناتج عن ارتفاع الملوحة نلاحظ أيضا من خلال نتائج المعروضة أن زيادة الكاربوهيدرات في التركيز الملحية العالية بوجود حامض السلسلك في الوسط الغذائي إلى تمثيل وتحلل السكريات المتعددة إلى سكريات أحاجية وثنائية وقد تعمل هذه السكريات مع البرولين إلى تنظيم الجهد الإزموزي في الخلايا أثناء تعرضها للإجهاد ما يعكز قدرتها على تحمل إجهاد وزيادة محتوى الكلي من السكريات راح نشوف هسا التداخل بالشكل السابق بين تأثير التداخل بين كلوريد والصوديوم وحامض السلسلك في التركيز البرولين لكاربوهيدرات إذن نلاحظ من النتائج المعروضة أمام حضراتكم تفوق معاملة التداخل أو معاملة التوريفة بين حامض السلسلك وكلوريد الصوديوم في التركيز الحامض الأميني لبرولين اللي بلغت 5.70 ميكرو جرام جرام وزنجاف بينما سجلت معاملة السيطرة أقل تركيز إذ بلغت 1.95 ميكرو جرام جرام وزنجاف في حين معاملة التداخل بين كلوريد الصوديوم وحامض السلسلك ومعاملة التركيز الملحي 100 ميلي مول لم تسجل أي فروقات معنوية أي فروقات معنوية في تركيز الحامض الأميني لبرولين للنسيج الكاريز للصنف للزتة والتي بلغت 5.70 ميكرو جرام وزنجاف على التويل لخضنا الحامض الأميني إلى دور مهم في حماية النبات من الإجهاد الملحي يعني صار لها فد غلاف بروتكت يحمي من تأثير الملوحة وتأثيرها على نمو النبات وتطورها يعمل على حماية الخلية ومحتوياتها الإزموزية من الفقد الرطوبي وأضرار الخلو وأضرار الملوحة من خلال دورة في تعديل الإزموزية كما ذكرنا حضاراتكم بالفداية بين الفجوة والسايتو بلازم يشوف أيضا معاملة التوليفة بين حامض السايل سيكوكلوريد السوديوم قد سجلت زيادة بتركيز الحامض الأميني لبرولين في نسيج الكاليس للصنف الزتة وقد ازدادت بصورة طردية مع مستويات الملوحة مقارنة مع معاملة السيطرة يعز السبب وقد يعني من خلال هاي النتائج اللي حصلنا عليهم هذه الزيادة إلى الاختلال في التوازن الإزموزي داخل الخلية لذلك تقوم الخلية بزيادة إنتاج البرولين في السايتو بلازم يعني تبدأ ضخ البرولين حتى تسوي نفسها في حماية حتى تحمي نفسها من الأضارة الملحية اللي جاء تتعرض لها لذلك تقوم الخلية تقوم الخلية بزيادة إنتاج البرولين في السايتو بلازم المعارضة للشد الملحي فضلاً عن الخلق وهذه الزتة شيء يعني من خلال النتائج وصلنا له يعني إلى شيء جداً مهم تخلقنا حالة التوازن الفيسيولوجي بين الفجوة والسايتو بلازم والمحيط الخارجي للخلية وصلنا إلى عدد من الاستنتاجة طبعاً البحث بعدة أمور اتطرقنا لها مو فقط الصوديوم والبوتاسيوم والبرولين والكاربوهيدرات لا أيضاً قسنا الدهون قسنا أيضاً البروتين اتطرقنا إلى الأفرق الخضرية إلى الأوراق إلى وصلنا إلى الدارنات بعد ما سونا لها الهاردينينغ التقسية بس ضيق الوقت وأنا اعتذر من حضراتكم سعفنا الوقت أن نعرض الجزء بسيط وهو يعني فتح حلقة انتقالية اعتبرها أنا أو حلقة مفصلية أن ننتقل بيها من البرعم الصغير اللي هو الجزء النباتي استخدنا نعتذر منكم إلى الحالة اللي وصلنا لها فالاستنتاجات معاملة نسيج الكالس بملح كلوريد الصوديوم قد زاد من النمو الخضري والتركيز لبولين والكاربوهيدرات والتركيز بعض الآيونات وبعض المؤشرات الكناوية أدتنا إضافة حامض السلسلك وبتركيز 0.25 مليمول إلى نسيج الكالس إلى التقييم من التأثيرات وستويات الملوحة في إحداث أبوط في تركيز آيون البوتاسيوم وهذا التأثير اقتمد على الصنف المستعمل في الدراسة كما أظهرنا أنه ظروف اختلاف واضح بين أصناف البطاطا التي استخدمت في الدراسة الحالية من حيث التحمل الملحي كما أظهرت النتائج أن كالس الصنف بطاطا لزدته كان الأفضل في التحمل الملحي أنا طبقت الحضاراتكم ومستخدمنا لزدته وأرنوبا وسافاري لكن لكن الصيف لزدته كان الأوضل في التحمل الملحي والإخلاف في نسبتين البولين والكاربوهيدرات في خلايا مقارنة بالصنفين أرنوبا وسافاري فضلا إلى استجابتها للتوليفة اللي حصلت بين كلوريد الصوديوم وحامض الساسر إذا راح نلاحظ تفوق الصنفين لزدته وأرنوبا في أعطاء كالس تحفل تأثير الملحي 100 مليمول مقارنة بالصنف السفاري الذي فشل في هذا التركيز ولذلك استبعدنا التوصيات نوصي باتباع تقنية الزراع النسيجية لتقييم أصناف البطاطا التي تزرع في العراق وبالأخص المنطقة الجنوبية مثل ما ذكرت لحضاراتكم البداية أنا من محافظة البصرة تعاني البصرة ما تعاني من الملوحة أدت إلى نهاية عديد من الأراضي الزراعية مع الأسف الشديد فلذلك يعني تقنية الزراع النسيجية ربما دخلنا إلى مدخل لإنقاذ هذه المحافظة المعطاء من أثر الملوحة قلنا بالأخص المنطقة الجنوبية من ناحية تحملها لمستويات الإجهاد الملحي المختلفة أيضا نوصي باستخدام حامض السالسلك بتركيز 0.25 مليمول للتقليل الإجهاد الملحي لنبات البطاطا والنقطة الأخيرة نوصي بتبني صنف البطاطا لزيته وزراعته في المناطق ذات التأثير الإجهاد الملحي وشكرا لمتابعتكم والإصغار بحياتي حواراتكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة دكتورة أماني إسماعيل خليل على الندوة الرائعة للحقيقة والتوضيحات دياته تعاني عليك من ضاقك استحساس نتيجة لحمد الملوحة طعم من خلال تقنية ربنا يبارك فيك دكتورة أماني الحقيقة مجموعة من المعلومات الرائعة شكرا جزيلا لحرزك وشكرا طبعا لأستاذنا الدكتور فلاح حسن عيسى للنسبة تقنية زراعة الأنسجة وتطبيقاتها الزراعية لو أي حد عايز يسأل دكتور فلاح أو دكتورة أماني يتفضل يسأل أي حد عنده شؤال يتفضل ممكن عاك تفتح الصوت للأستاذ الحضور أستاذ زبرهيم كل واحد يتفضل المؤمن عنده أفندم أنا لا مش قافل علي تمام أي حد عنده شؤال يرفع يده أو يكتب الشؤال بتاعه أو يفتح الصوت والحقيقة كان فيه دكتورة إبراهيم صابر أستاذنا دكتور فلاح ما هي أهم الأسمدة لزيادة إنتاج الزراعات الأنسجة إنما هو يمكن يقصد بيه زيادة إنتاج الزراعات في زراعة الأنسجة إنحايا مش عاربة دكتور إبراهيم كمال صابر موجود عارج إرتاح الصوت للدكتور فلاح عارج إرتاح الصوت عند حدوثك نعم هسا حاليا تسمعوني زيان آه تفضل من ناحية الدرانات في حالة إذا اللي يقصد المايكرو تيوبورز الناتج من الزراع النسي جي في إعتياد الموراش شيق و سكوك وإعتياد نحن نضيف الكاينيتين بتركيز الأربع الملغرام باللتر وأوكسين بوينت إثنيا وأيضا نضيف أيضا بعض الفيتامينات وبعض المواد اللي تساعد أو تحسم النمو النبات بس إذا يقصد بالسويلس كيلتشار السويلس كيلتشار عندنا مراحل مختلفة عندنا أفضل شي التكوين الدرانات هي الأسمد البوتاسية الأسمد البوتاسية تنضاف بتركيز أعلى مما كانت بالبداية يعني إحنا بالبداية بداية موسم السبراوتينج يعني ونمو النبات بداية نمو النبات وبداية تكون السولون نضيف تقريبا 300 ميلي جرام باللتر يعني 300 بي بي أم بالنسبة للبوتاس واحدة العنصر البوتاس ومرور الوقت بها مجال أن نزود من 360 إلى 400 بي بي أم زيان بالمحلول المغذي فهذا إذا يقصد بالمحلول المغذي البوتاس فقط البوتاس يوم 360 بي بي أم المفروض ننضيفه في مرحلة تكون الدرانات نعم ألو سامعيني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم فاتحي مع الهندسة ورسية جمعك مدينة السادات مصر أهلا وسلام استفسار كده بالنسبة الزراع يا مرح استفسار كده بالنسبة لمجال زراعة الأنسجة تخصصنا طبعا أنا ما عرفش أنتوا قيمتوا بعض الدرانات من أصناف مختلفة في العراق الشقيق تحت معدلات ملوحة مختلفة وتحت معدلات سلسيلك أسد بس الجزء النباتي يعني هل أنتوا تحصلتوا منها على مايكرو تيوبر مثلا كنتاج تجاري من الأصناف دي كبديل الأصناف التقليدية كذلك مش شايف الفرق كان معناه الجامد باستخدام السلسيلك أسد مع الملوح فما عرفش التعقيب بتاع حضرته العفو النويلية السؤال أجاب أستاذ سعيد تفضل 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 بالنسبة للدرانات نحن دائما بشكل عام المستويات القليلة من الملوحة المستويات القليلة من الملوحة مرات تطين النمو خضري تطين النمو خضري أفضل من النمو الخضري بالنسبة النباتات لا تتعرض للملوحة بس وين راح يتبين عدنا بالحاصل زين بالحاصل راح يكون عدنا أنه يتأثر بشكل كبير هاي في حالة المستويات القليلة من الملوحة الميكرو تيوبر كالهنتاج التجاري المس بروديكشين إذا إنتاج تجاري إذا من الشتلات من الممكن إنه واحد يأخذ الشتلات ويزرع الشتلات بس سنة أو بيتموس أو يزرع بس وينتج رأس درانات المنتجة بس راح تطلع من تيوبر مو مايكرو تيوبر الميكرو تيوبر هي المنتجة بتقنية زراعة الأنسجة النباتية أو بدور النواة زين فمن ناحية الملوحة الشطرة الثانية من السؤال إنه من ناحية الملوحة إلها تأثير نعم إلها تأثير هي أطتنا إلها تأثير بس داخل التستيوب إحنا نحاول نشوف بيها مجال هاي الطفرات إحنا السحاليان عندنا مطالب دكتوراه بيكمل على المنتيوبر الناتجة من عمليات التطفير هذا الجزء الأول من التجربة إحنا اللي شرحناها السحاليان بالمحاضرة الجزء الأول بالمحاضرة اللي إحنا قلنا الملوحة العشرة والأثنائج الـ الكنترول ما بالنسبة للطفرات اللي حصلنا عليها باستخدام القامير لا قطتنا دارانات بس دارانات تجارية ما تجارية إحنا بالنسبة للحد ما نزرعها بالحقل ونشوف بعدين نتائجها والسحلين في مرحلة البحث عندنا مطالب الدكتوراه سيكمل بهذا الجانب يأخذ المنتيوبر ويجربها بالزراعة ويشوف مدى تأثير الملوحة في حال زراعتها بالحقل نعم طب بالنسبة للتركيب الميديا ما ذكرتوش إيه السابلمينت يعني ذكرت المي اس ميديا دي معروفة أوردي بس هل انت استخدمت المي اس ميديا كاملة ولا ربع ولا ثلاث اربع بالضاف للسابلمينت من الاكسين والسايتو قاين ما كانت شوات حتى تركيزات المتقدمة في إنتاج لو صار ميني تيوبر للمايكرو تيوبر اللي استخدمتها في البحث تعملوها بالنسبة للمايكرو تيوبر مايكرو تيوبر استخدمنا الموراشيك ويسكوك بذفعة كاملة إحنا شوكت نستخدم هالنص دفعة نص دفعة مرات نستخدم في مرحة الأقلمة إنت تعرف أنه حضرتك إذا مش تغل بزاعة لنسجع المتأكد أنه حضرتك التصاص بعض المجال فبرحة الأقلمة إحنا نطي نص دفعة أو نص قوة إحنا نصيح لها من الأمأس أو ربع قوة من الأمأس على مدنبات يبدأ أنه يتعود بس داخل التستيوب لا نطي أنه دفعة كاملة من الأمأس الأمأس إحنا عندنا الكونترول إذا لو تشوف قياس الأمأس الملوحة ماتة الطبيعية داخل الميديا هو 5.8 دي سي سيمس 5.8 دي سي سيمس أصلا بالأساس هو ستريس بس إحنا داخل التستيوب لازم تطي الموراشي قوي سكوك صح كلامك صحيح إنه في حالة إحنا إذا ضفنا نص قوة جوز احتمال الملوحة تكون عندنا أقل بس إحنا لازم نضيف إنه قوة كاملة حتى نعوض العناصر الغذائية اللي يحتاجها النبات إحنا راح نقارن بالحالة الطبيعية في حالة استخدام القوة كاملة من الـ MS بالنسبة الدرانات الغير مطفرة والدرانات المطفرة نستخدم الـ MS ونشوف مدى تأثيره وبعدين نضيف لها كلوريد الصوديوم ونشوف مدى تأثيره هل هو يتحمل بالوحة فإحنا إدرسنا الحد العشرين الحد الـ 12 الـ 15 دي سي سيمس أطتنا الحد الـ 12 دي سي سيمس أطتنا درانات درانات قليلة صح بشكل عام إذا عدك بيت محمي أو عدك التربة ملحية حاب من الأشكال أو مرات يكون السقي مياه الآبار مياه الآبار بدرجة ملوحة 5.8 إذا حصلت على هذه الدرانات اللي بيها صفة تحمل ملوحة بالـ 5.8 أو درجة ملوحة ماء اللي بعض المناطق عند النسق بيها يوصل تقريب 3 الـ دي سي سيمس النبات رح يطيك إنتاج تجاري بالنسبة لهذه الدرانات بس أنا أقول لك من ناحية القوة الكاملة صح نحن طينا قوة كاملة النبات حتى نحافظ على القيم الغذائي والعناصر الغذائي اللي يحتاج ها النبات نعم تمام تمام شكرا دكتور فلح هو يمكن دكتور خلق كمان يسعد سؤال بيقول هل الأصناف اللي تم المعاملة دي هذية أصلا بيتم انتاجاته قدريا في العلاء أصلا بالأساس الدرانات التقاوي نستوردهم سنويا من الشركات الزراعية نستورد السوبر ونكثر من عدة المايكرو تيوبر كيكتار خضري زيان ونجينا بهذا بظروف الحروب بتأتي هذا البرلمج نعم شكرا طيب تمام كده دكتور خالد شكرا كان بس بقى جزء تاني الدكتورة كانت شرحت ان هي برضو في الاختصاص بتاعها بالنسبة للجزء بتاع زراعة الأنسيجة استخدمت بعض البيئات في انتاج نخيل البلح البرحي فلو تدين برضو فكرة الدكتورة أماني كانت برضو اشارت انها برضو من ضمن الاختصاص انها اجرت بعض التجارب على صنف البلح ده وموجود في مصر حاليا الصنف ده موجود على النطاق التجاري في المزارع الصحراوية بس لأسف احنا ما عندناش برتوكول جامد في انتاج شتلات النخيل احنا عندنا معهد متخصص متخصصين في النخل بس لأسف مشغالين بالديريكت والإن ديريكت ميسود بس برضو لازال عندنا بعض المشاكل سواء كان في التزهير او خلافه في انتاج شتلات قوية من نخلة البح فمعارف لو تدينا فكرة برضو عن البيئة المستخدمة في الاكسار التجاري كماس بروداكشن شاكل لحضرتنا مساء الخير ستعد خارج فضالي ديك هلا سنور هلا 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 بحث النخيل هو رسالة الماجستير اللي ابتدتها من سنة 1999 والحمد لله انتهت نهاية عام 2002 ركزنا على صنف النخيل صنف البرح للنخيل البرح استاذ خالد معروف بمحافظة البصرة وخصوصا في منطقة ابو الخصيب هاي من الاصناف اللي وبدأ ينتشر عندنا في مصر بدون مقاطعة لحضرتك الصنف ده موجود حاليا في مصر على النطاق التجاري موجود نعم انا اعرف الصنف واغلبنا اتكلم كنا في مصر اوكي استاذ خالد احنا احنا جاء نحكي على مركز الصنف هو المنبع الاصلي ايه اكيد ايوه العراق ايوه الصنف ده وخصوصا ابو الخصيب هذا الصنف البرحي يعني من الاصناف اللي بالدرجة الاولى ممتاز جدا 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 بالطعم بالشكل بال يعني حتى المحتوى مالتي يختلف عن بقية الاصناف لذلك كان بحثي في دراسة الماجستير عن طريق الزراع النسيجية على صنف النخيل على نباتي النخيل صنف البرحي وكان ايضا على الميديا يعني هذا حديثي طول شاحة سار خالد اذا تحب نخصص فيديوم على النخيل وانش الله وانا مستعدة اطرق واؤقول كل معلومة توصلت لها واعرفها انشاء الله طب ما عزيزان النباتية اللي كانت مستخدمة في الاكسر ايه في النخل البرحي هلوغضة من الجمارة ولا هلوغضة بزر نعم نعم شوتب شوتب من الجمارة نعم من الجمارة لنخيل البرحي وجبته من بستان يعني موثوق بي ومعروف وثانيا من ارض معروفة بانتاج فسائل البرحي يعني بذلك بحثنا الحمد لله والشكر يعني بحث البيئة المستخدمة اللي شغلت البيئة المستخدمة هل شغلت عن طريق القلص ولا عن طريق الرجنراتي لا 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 عن طريق القلص اكيد طريق بالإضافة الى استخدام الاجنة الخضرية الاجنة وستخدمت موضوع يعني موضوع طويل يعني من سنة 2002 ايه يعني نتمنى ناخد من حضرتك فكرة عن البحث ولو ساعدتك لو ميز عليك البيئة في الشات نتواصل معك ناخد نوصة من البحث لو في بحث انا ما قصر ان شاء الله وان شاء الله تشوفونا وان شاء الله يصير خير ان شاء الله شكرا على اهتمام حضرتك السلام عليكم عليكم السلام معكم الدكتور الشيخ وليس المن من الجمهورية الإسلامية المريتانية أهلا السلام أولا أشكر السادة المحاضرين وأشكر سيد لبان وأشكر السادة المحاضرين أماني إسماعيل والدكتور فلاحي حسن للمحاضرة القيمة والتي كانت في منتهى الأهمية والوضوح هذا من ناحية الناحية الأولى قبل أن نبدأ في المداخلة أعطي توضيح للدكتور للمحاضرين المحاضرين المحاضرين الأهمية تشه تشه تدرك صوت راح كده تعالد سلم بما يخص بحي وذي ما يخص النخيل بسرعة عامة مخبارة الظريعة والأمرض النخيل المصدر كان تونس تونس بلا أن ندخل في السؤال سيدة المحاضرين وقدر ترضي الدكتور خالد الطريقة المستخدمة نتعرف بحضرتك نعم نسمع دكتور سعيد نتعرف بحضرتك نتعرف بحضرتك الشيخ هو اللي يسلم من جمهورية الإسلامية الموريتانية أهلا وسهلا أهلا وسهلا سهلا حركة السؤال بقى للدكتور والصوت عنده يظهر أنه بيقطع جانب نعم شيخ الحياة من من شقاء العرب طيب في شؤال تاني لما يدخل يدخل لنا تاني في أي حدنا عنده شؤال تاني لو ممكن نكتب الأرقام بتاعته أماني بحيث أن لو حدا عايزي يتصل بكم على على الوطس إن شاء الله إن شاء الله زيرو زيرو واحد تسعة ستة تسعة ستة أرمعة زيرو زيرو تسعة ستة أربعة أنا زيرو زيرو لا ما عليش طب دي واحد يا واحدة كتب من الأول تاني زيرو زيرو تسعة ستة صد تسعة ستة أربعة الأربعة ثمانية سبعة أربعة أربعة لا صفر ممكن حريب تكتبه ممكن حريب تكتبه في الشيط ماشي ماشي أوكي سأحكي ممكن حريب تكتبه في الشيط إن شاء الله إن شاء الله آه يعني ودكتورة أماني لو عارك تكتب الرقم بتاعك على صندوق الشات إن شاء الله من سادة حضوري يحب يسأل دكتور راح أو دكتورة أماني أيضا سادة حضوري سادة حضوري سادة حضوري بسر لكم الحالة دكتورة أماني انشرفونا النهاردة من العجاء سابعة ساعة وصل الرقم ساعة السعيد ماشي تمام تمام دكتورة فراح ودكتورة أماني الرقمين موجودين هم شكرا لكم ونتشرف دايما ماصر يعني الله خليك برصة ان شاء الله برصة سعيد أستاذ السعيد وكنا مستمتعين بلقاء حضرتك ويقاء زملاني وان شاء الله دايما نتواصل بالخير والمعلومة المفيدة يا رب شكرا للموصول الأستاذي الأستاذ الدكتور فلاح اللي هو تلميتة أنا وأفكار أنه يتواجد وياي وأتعلم منه وأظل أتعلم منه يعني وصلت مرحلة والحمد لله بالعالمين بعدني ما أخطي خطوة إذا ما أستشكير إذا ما يدليني المعلومة والهدف الصحيح من الوصول إلى النتيجة المرضية إن شاء الله شكرا جزيلا مبارك الله بي وإنكم الموفقين شكرا جزيلا شكرا شكرا دكتور أمان عشان ندوى تقولي لازم دكتور فلاح يكون معاي دكتور فلاح قدوتي ما أقدر دكتور فلاح أستاذي ومعيني دكتور فلاح شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يخليكم كل الخير إن شاء الله شكرا دكتور فلاح شكرا دكتور أماني شكرا لقاء قدم إن شاء الله إن شاء الله كل الخير يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين السلام الله شكرا